قبل شوية اتكلمنا على تيك تيك بوم وقلت كيف انه من اكثر الافلام اللي اثرت فيها وقلت هو ويه كينج ريتشت ثانية واحدة مهر السماعة وقع تانهار التباة طيب ثانية واحدة واحدة خد راحتك يا باشا استنى واحدة ابوك يا كابتل مات وقعت واحدة ابوك بس اعمل حاجة استنى واحدة ابوك واحدة ابوك واحدة ابوك استنى كاف موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة السبعة من حصاد الشهر اللي فات مع عم ماهر اللي وحشنا كلنا ازاك بايس حبيبي حبيبي يا مهدي ازاك باشا عاملة انا طبعا الحمد لله انت عاملة يعني انا بغى انا بغى حرشك جدام الجمهور كله يعني انا ده حين جاعدين نرتب مع بعض باي طريقة ان نتقابل وسبحان الله ما تصبط معاك انك تيجي السعودية غير وانا مسافر سبحان الله انا بشم ريحة وامرة انت خلاص انتبعتها للناس على انها كانت صدفة صح سبحان الله مش وصل لك الخبر فقالك يلا يا ابني اي هدمتين في شنطة وفر من البلد دي هيجي وبعلينا دماغنا الرسالة وصلت يا مهر والله يا مست يا مان كان ضروري نتقابل وعارف مين المنحوس هنا عزيز عمره ما صدف انه يتجابل معاك مع احد يعني في كل لقاءات انا مع براء جبل كده ما كان موجود لقاءاتي معاك ما كان موجود والان هو الوحيد اللي جاب لك ولا احد لا انا ولا براء ما احنا موجودين فان شاء الله يتول هابن يعني وان دي حنسوه بس المرة دي الحمد لله الزبطتهم بسطت جدا لاني قابلتوهم ومتدايق ان احنا متقابلناش بس ان شاء الله جاية تكتر ان شاء الله نعملها بطريقة افضل طيب اجنداتنا كبيرة اليوم ولا كيف انت اللي متحكم في الاجندة اليوم اه والله الاجندة الاجندة كبيرة على غير المتوقع يعني عندما كنت بتكلم مع الناس كانوا بيقولوا اجل الحلقة بتاعتماهر اعملها بعد ما سبايدر من ينزل عشان تلاقوا حاجة تتكلموا عنها والحاصل ان في حاجات كتير نتكلم عنها حاجات كتير شفناها وكلمنا عنها على قنوات حاجات تانية شفناها وما تكلمناش عنها ودي فورس النهار ده احنا نتكلم عنها بس خلينا نبتدي باول حاجة انا حاولها نمشي الدنيا بالكرونالوجيكال اردر شوية كده اول حاجة نزلت في الشهر انت اللي نزلتها الفيلم اللي انت سفرتله مخصوص لامريكا كدليل على التفاني والاخلاص في شغلك الراجل ده يا جماعة انا لو ما كانك ابيعها كده بصراحة ات بتخيل كمية الناس اللي مصدق الحوار ده مصدقه انو انا سافرت على النقطة دي ابدن ابدن لا ويقولك ايش قدمة النفاق انت كنت مع مهدي بتتكلم وبتدافع عن القرارات وانو ما يتمنع وما ادري ايه وبلا بلا بلا ولا غير تسافر عليه حلال عليك وحرام على غيرك يا الله لا لا انا كنت انا وما اخدوها نفاق لا يا رايس يبقى توضح انت تطلع اصلا الايتينري بتاع الشغل بتاعك ايتم ايتم وتجيب مهيرينك والناس اللي اشتغلت معهم يثبتوا انك وتريح تشتغل لا انا كنت فاكرة انا ما حياخدوها دليل على الاخلاص شوف الاخلاص والتفاني لا يريد يعني انا اصلا ترى يعني قنالة من بديتها انا فعلا كنت سافر عشان افلام يعني يلا كنت اطلع واتفرج قبل ما الموضوع السينما يقبلكم قبل السينما ما دفتح عندنا بس لا الحمد لله من اما فتحت السينما عندنا ما امري اضطريت اني اطلع والافلام اول باول با اشوفها وكل شي تمام اللي صار بمصادفة يعني انه طلعت مع العمل وطبعا حرصت جدا طالما اني برا وموجود فضول عندي كبير اني اعرف اشي اللي صاير والنتيجة كانت انا ما كنت متوقعة بهذا السوء بس كانت بهذا السوء يعني حرام بغض النظر عن الموضوع المنع والرقابة وده كله اللي هو موضوع ثانوي جدا القصة والفيلم والتنفيذ كان مشتت يا مهدي بطريقة غير طبيعية انا منتظر ان الفيلم ينزل بلوري والناس كلها تبدأ تتفرج عليه اونلاين وكده عشان اللي ما شاف وشاف تعليقي على الاقل يقول لي هل بالغت هل لأ هل يعني المراجعة كانت دقيقة حتى انت نفسي تشوف عشان نتكلم عليه اكتر بس كل اللي اقدر اقوله المراجعة موجودة وتكلمنا كثير عنه قبل كده ما بغى ااخد وقت طويل في الحلقة دي نتكلم برضو على نفس الموضوع بس يا جماعة اكد لكم انه كانت فرصة ذهبية عن مارفل وفوتها فرصة ذهبية يا رجل ده اللي غريب يا ماهر يعني انا احنا كلنا كانت توقعاتنا للفيلم مش مرتفعة اوي وكنا حاسين انه هو فيلم في غير وقته وفي غير مكانه المرحلة غلط احنا تخطينا مرحلة التقديمات من زمان اوي والكلام ده كله فكان التحفز اللي عندنا عن انه فيلم لا يستحق لكن الجديد اللي انت وضحته لنا انه لا هو فيلم يستحق جدا او حدوته تستحق جدا ولكن المعالجة هي اللي غلط ما تتخيل جدي العالم كبير مان بيجدموا مفهوم مختلف عن الشخصيات وعوالمها وبكل امان اماني عالم بالكوميك يعني انا معرفتي بعالم الكوميك ضئيلة وخفيفة جريت بعض الكوميكس المشهورة مش كل الكوميكس اللي موجودة لكن الحمد لله عندي مجموعة اصدقاء اهمهم ابراهيم اللامي اللي كلمني بعض ما عملت المراجعة ونورني على شوية معلومات اللي سبحان الله كمان كانت جزء من الكلام اللي قلته وتوضح فعلا قد ايش انه العالم ده كبير جاك كيربي كاتب الكوميك كان عنده حلم ان يعلم عالم عن الميثولوجي ويتكلم عن الالهة زي زيوس وزي ثور وداون ويعمل عالم الخاص وجات الفرصة في السبعينات انه يعمل هذا العالم فعلا والثمانينات هذا العالم اللي هو الأترنلز وكان رده على هذه الأساطير اللي متناولة عن طريق أجيال وآلاف السنين هو جاء عمل الترجمة الخاصة فيه وعمل عالم الأترنلز وربطها بربط جميل جدا بعالم مارفل والقصص اللي موجودة في هذا المجال وفي هذا العالم كبيرة جدا فانك تاخد هذه القصص كلها وهذا العدد من الشخصيات كلها وتحطهم في خلاط وتطلع بسعتين وشوية ما قدرت لا انك تدي حق الشخصيات ولا تدي حق القصة وزي ما شبهتها في وقبل ما اعرف عن هذا الموضوع شبهت هذا الموضوع في المراجعة تخيل تاخد الساقة كاملة حق مارفل وثانس وتعملها كلها في فيلم واحد طبيعي ما حكون عندك اي رتبط بالشخصيات خصوصا انه الشخصيات دي ما قدت تعرفها قبل كده لا في كوميك يعني ولا في افلام كرتون مثلا سبق وشفتها او تعرف عنها افلام سابقة زي ارومان ولا ثور ولا اشياء دي على دل دول كانوا معروفين نوعا ما الاترنز لهم معروفين ابدا فتاخد هذا العالم الكبير وتحطه في خلاط اكيد النتيجة هتكون عنه ثانوية بدل طريقة وانا اشوف انه القصة تستحق انها تروا بطريقة افضل وغير انه التمثيل كان يعني شي ثانوي وعابر وشلة بس اخدوها لمجرد الاسماء غير انه كمان انا ما اعرف في عالم الكوميكس هل فعلا في الاعراق المختلفة بهذه الطريقة وللأ بس واضح ان الفيلم لا يبغي يدخله كل عرق وبيدخله كل اسم الصينيين والهنود والامريكان والقوقازيين والعرب ومدرمين فيلم بيشمل كل حاجة ودائما ما تحط في بالك انه انا ابغى النتيجة انه انا اوزع بالطريقة دي طبعا ما هتركز على القصة وحتركز على الحاجة الثانوية بدي الطريقة وحيطلع عندك حاجة ميديوكر زي ما شفناها زي ما انا شفتها في الفيلم وان شاء الله ينزل قريب وكلكم تشوفوه واسمع منكم هل انا كنت يعني جارح بزيادة في النقد ولا كانت كانت سليمة شيء مش حلو والله المستقبل كله لا يدعو للتفاؤل ابدا امكين بغي استغلل النقطة هذه واتكلم بسرعة على فيلم ديزني انت شفته ولا لا حاج بيكسار ان كانتو لا يعني ما اقدر اقول انه بنفس هو برضو طار تحت الرادار قوي يعني احنا عارفين انه هو موجود وكل حاجة لكن ده بيكسار سادة انا معرفتش انه هو بيكسار الا منك يا مان انا هذا اول فيلم لديزنيا وبيكسار عموما من 2000 ميت اخر فيلم ما عجبني ماني قدر افتكر ميت اخر فيلم ما عجبني انا سنويا فيه فيلم من الشركة دي ده ما تقولش سول انت عندك مشكلة مع سول سول عظيم سول ديته رقم واحد السنة اللي فات بقول له انا ماني قادر افتكر ميت اخر مرة شوفت فيلم لديزني ما عجبني دائما كل سنة ما عجبكش ايوه دائما بييجي فيلم يحرك مشاعري خلال السنة بالكامل هذا اول فيلم خرجت من السنة انا اقولش العبط ده يعني اولا ميوزيكل بزيادة انا ما عندي مشكلة مع الفلام الميوزيكل ابد ان انا محب للمسرح والميوزيكل وهذا جانب كما يعرفون ناس عني كثير بس انا ما تمضي وظيفه بالطريقة السليمة حتى الاغاني والكلام اللي فيه ما كان عاجبني والقصة على الرغم ان فيها جمالية نوعا ما بس برضو حارف كان جزء منها انه الاعراق المختلفة والاجندة فبرضو ما كانت متماسكة يعني لو بغى قيم ما عملت له مراجعة مستقلة وما اظن حعمله وحتى حطه مجموعة مراجعات ما يتجاوز الخمسة الستة وهذا حرام لفيلم لديزني ولا بيكسار وبرضو لانهم رايحين مع التوجه هذا اللي لازم نكون شاملين كل الناس والقصة فيها كل الاعراق نحب كل الناس عنا وهم رو ما في قصة تتكلم عن ناس معينة لا سبحان الله في اي حارف اي كون في اي مكان في الدنيا في كل الاعراق مجتمعين فيها ونتكلم عنهم كلهم يباشا نسألوا لي انه شبه كوكو شوي لا عيب لا عيب 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 عارف اش اللي خلى كوكورا ناجح انهم فعلا راحوا للمكسيك وللاتين امريكا واخدوا قصة تحكي عنهم كانوا معكس لارث وثقافة واحدة جدا هنا حاولوا لكن جمعوهم حاجات ثانية والقصة نفسها ما كانت مرة حلوة بكل امانة هذا وجهت نظر الشخصية مرتبط معها كثير ما كان فيه عواطف كثير في القصة هذه واول فيلم لديزني من جد من جد للنسية لا الاغاني لا الفكرة لا القصة لا المسيجات لا الرسائل ولا شيء بالنسبة لي طب بما اننا اتكلمنا عن ان كانتو ان كانتو على قد ما انا فهم يا رب اكون بقول اسمه صح انا اصلا مش متأكد لهذه الدرجة فيلم البكسار وانا مش متأكد من اسمه والله عيب اللي فهموا انه هو من اخراج للمانيوال ميراندا الرجل اللي عمل هاملتن واللي السنة دي عنده مضحق جدا مسحومة ده عنده فيلم التالت انا حاليا مش حضرني ايه هو او فيلم نزل بالفعل في اول السنة عنده تيك تيك بوم وعنده حاجة قبل التيك تيك بوم بس انا نسيتها حنبقى نحطها على الشاشة فانا عايز اتكلم عن تيك تيك بوم ده من افلام الشهر اللي لفتت انظر الناس شوية انا اتفرجت عليه وعملت له مراجعة وانت اتفرجت عليه بس ما اتكلمتش عنه لا اتكلم انا ليه فترة بتكلم الآن وملاحظوا انه في ناس تزعل لما اتكلم كثير جولي تيك تيك بوم جولي كيف كانت تجرب حاجتك انا صراحة مش تحليك حاجتك ملحك تشوف تيك تيك بوم عجبني جدا عجبني جدا النيراتف بتاعه لانه هو في الاول موربك وده اللي ممكن يدايق ناس كتير منه هو ميوزيكل طبعا ومن اخر جلين مانيوال ميراندا الرجل اللي عمل هاملتن العمل ان كانتو العمل حاجة تلتا مش فاكرينها ده وده راجل يعني ينسب له في امريكا انه هو نقل المسرح كله من مكان لمكان اخر بتجربة هاملتن ده قعد الناس بتطلب واسطة من بعض عشان تعرف تلاقيه تذكرة على بعض شهرين ثلاثة ومش عارفين من اهمية الشغل اللي هو عمله والاضافة بتاعته للمشهد الثقافي او المشهد المسرحي ففي تيك تيك بوم هو بيرجع للشخص اللي قابله على طول اللي عمل نقلة مماثلة في تاريخ المسرح اللي عمل مصرحية رنت ومصرحية رنت دا يتليها اهتمام كبير قوي والارث بتاع الراجل بنهايته الحزينة بكل حاجة في الدنيا مهمة بس اللي ما تيجي تتفرج على الفيلم في بدايته بتحصل لك ازمة من ان في مكان معين بيدور في جانب من الاحداث احنا بنعرفش هو ايه هم موجودين في مصرح بيغنوا طب ده ايه الحتة اللي احنا فيها دي عبارة عن ايه اصلا لان احنا بنتكلم عن مصرحية هو بيحاول يعملها والمصرحية دا بتواجه مشاكل كبيرة قوي عشان يوصل بيها لمرحلة الورشة عشان يعرف يبيع الفيلم اصلا وبعدين بنشوف اللي حصل لمصير المصرحية دي وبنتخيل ان المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة رنت على طول وبعد كده بنكتشف ان في مرحلة في النص وانها معكوسة في اسم الفيلم وفي السياق بتاعه اللي هو التيك تيك بوم طبعا في الحلقة دي بنتكلم بحرق فبرحطنا يعني المصرحية اللي هو شغال فيها دي او المكان اللي احنا مش عارفينه ده هو مصرحية التيك تيك بوم اللي عرضها ما بين اخر تجربة فشلة لي وانجح تجربة على الاطلاق النطاق الاستعراضي بتاع الفيلم ما عجبنيش كنت متخيل ان هو ممكن يبقى اوسع من كده او اكثر ابهارا من كده لكن احنا بنتكلم في ميوزيكل بعض النواحي اللي فيه خيالية يعني احنا في بعض الاحيان بنخرج برا الواقع تماما وبناخد راحتنا طب لما ناخد راحتنا ما نقدم حاجة فيها تحديات اكتر شوية فيها ابداعات اكتر شوية غير كده كل حاجة عجبتني كل حاجة في الفيلم عجبتني اداء الممثلين علاقتهم علاقة الشخصيات ببعض قد ايه شخصية البطل بتاعنا يمكن التواصل معها بسهولة لانها شبه الغالبية العظمى من الناس لو اي حد في الدنيا قرب من سن التلاتين حاسس بانه ما انجسش قوي في حياته ابتدى يتساءل حتى لو بالذات الناس اللي عندها احساس ان عندها موهبة او عندها رغبة في اثبات ذاتها او حاجة بالطريقة دي لما بتحس ان الوقت بيسرقها الموضوع بيضايقهم جدا وبيضغط عليهم جدا حاسس ان الفيلم ده رسالة حب للناس دول رسالة حب للمشهد المسرحي رسالة حب لكل انا عايز اقولها بكلمة ولكن مش عايز الناس تفهمها ان انا بغلط او باشت المبتاع لكل صعليك اللي في الدنيا رسالة حب لكل صعليك الفنانين اللي بيعين حياتهم وبيعين كل حاجة اخلاصا لفنهم واخلاصا اللي هم عاوزين يقدموه واندرو جارفيلد بيحط نفسه في مشهد موسم الجويس بقوة اعتقد صحيح تيقلي ده كده كل انطبعاتي صحيح انت انطبعاتك باعش رحنا معرفش رأيك اصلا انا 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 بكل امانة وهذا الشي اللي عشان كده احب علاقتي بمحمود الفنية خارج يعني لقدام الناس قديش انا اثق برأيه انا ما شفت الفيديو بس مجرد انك شفتك عملت مراجعة قديتني سبب في وسط زحمة سبوعين كانت اللي فاتت غير طبيعية اني الاقي وقت واجلس واتفرج ووقت كويس يعني شفت الفيلم وجدا عجبني شفته اصلا امس يعني انا احبيت انه اشوف الفيلم قبل ما نتكلم مع بعض وما حبيت شف مراجعتك ابغى اشوف بانطباع المستقل عشان اقدر اتفرج واتشرب الفيلم بسفت انت عملت عليه مراجعة معاته اكيد في حاجة فتفرجت عليه وقلت اجي اتكلم معاك فيه وصراحة انا مرة متحمس اتكلم على هذا الفيلم امكان هذا الفيلم يا محمود هو وفيلم كينغ ريتشارد وحنجيه له اكيد بعد شوية لانه برضو الفيلم ده شفناه ما تكلمنا عنه لسه اكثر فيلمين اثروا معايا على المستوى الشخصي بشكل كبير جدا فيلم فيلم تك تك بوم انه بيتكلم على نقطة كلنا دائما بنتمحور حولينا لانجازات الشخصية الشغف الاولوية هل انه اكون حياة كريمة ولاني اعيش حياة مثلا انا سعيد باللي بقى اسوي فيها اصلا فيه اسئلة كتير يعني بعيدة عن اللب الموضوع انه هي قصة نجاح لمسرحي ولا شيء كل ما يتعلق بالشخصية واللي بتمر فيها من الصعاب في حياته خصوصا في هذه المرحلة العمرية اللي هي الانتقال واللي انا عيشتها قريب مع انه على نهاية الثلاثينات الآن بس لستعني فاكر هذه المرحلة وكل الجوانب اللي فيها كانت جميلة كانت مرة حلوة وانا نفسي اقول لكل شخص اللي متأكد كثير حيشغل الفيلم ويقفلوه بعد عشر دقائق لانه الميوزيكل والافلام الموسيقية ما تستهول كثير من الناس اعطوه فرصة يا اخوان اعطوه فرصة امكان اخر فيلم كنت انصح فيه بهذا الطريق على رغم انه كان ميوزيكل كاللالالاند انا اخر فيلم ميوزيكل حبيت وقعدت اقول لي ناس شوفوه القصة حلوة لا يغركم الموسيقى وده كاللالالاند وده حين تكتكبون لانه القصة كانت فعلا تستحق انها تروى وانها تمثل من ناحية ثانية الجوانب الدرامية بعيدة عن الشخصية انا ما كنت اعرف بالآدم وهذه من اجمل الاشياء اني ما اعرف من هو وما اعرف نهايته كيف ولا ادري ايش اللي صاير معاه اني اتفاجأ بكل دي الامور كانت صدمة بالنسبة لي كنت احس مجرد قصة واحد يمكن هذه المسرحية اللي شفناها في الاخير وشفنا انه فشلت انه نجحت انا كنت احس انه هي دي هي كالعادة انه تعب 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 الله لقى نتيجة تعب وكعدت كون نهاية كليشي بس برضو كنت ححبها فما بالك انه لأ فشل فكانت رائعة 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 جدا انه هو فشل فعلا وكانت سبب انه يستمر علاقته بحبيبته انه هي لدته الكتاب اللي يكتب فيه المسرحية الثانية انه كانت متأكدة من قراره انه هو هيستمر في كتابة المسرحيات وانه يروح والصدمة انه عاش بعدها خمسة سنين بس عمل فيها كل ده لا لا ولي جننك ايه ده في الخمس سنين ده العمل مصرحية اضافية اللي هي تيك تيك بوم اللي ما نجحتش برضه اتخيل وبعدين بيقولك رجع بقى يدور في ده فتره القديمة فطلع الملف بتاع رنت ده وما شافش نجاحه بعين وهنا اللي انا احيي القائمين على العمل انهم سموا الفيلم بتيك تيك بوم ما سموا رنت مثلا سموا باسم حاجة فشلت فهو تكريم للشخصية تكريم للعمل تكريم لكل دي الجوانب وانا كمان اتفق معاك ان الجوانب الاستعراضية والتي دائما بتكون محورة الاساسية فنيا في الافلام الميوزيكل بس لا ننسى انه هذا فيلم ستريمينج هذا لو كان فيلم سينمائي كان ممكن ياخد ميزانية اعلى وكننا نشوف مشاهد استعراضية اكبر زي ما شفنا في لالا لاند مثلا بس هذا لا يقلل ابدا من جمالية الفيلم ما اخذي الاساسي اني انا ما حسيت اندرو غارفيلد في عمره 30 بين انه اكبر باين انه اكبر شكليا وكل حاجة انا شايف ان الفيلم داك ممكن واحد اصغر عمريا يقدمه وهذا ليقلل ابدا من الجوانب الدرامية الابداعية اللي قدمها اندرو غارفيلد بس تعرف حاجة دي ما كانتش عندي انتباعه السابق بس فكرت فيها دلوقتي انت شفت الصور الشخصية الحقيقية لسه لسه لا كيف شكله جريب منه شكله اكبر من اندرو غارفيلد لا يا راجل يمكن احنا متأثرين بالجيل الحالي ان الولد يجي عمره 30 وباين عليه 18 لا هو اللي معكسوش اندرو غارفيلد هي درجة الجنان اللي عنده الشخصية يعني انت لو شفت الصور بتاعته ده واحد مجنون يا جماعة ده من قبل ما عرف بيشتغل ايه ولا بيعمل ايه ولا اي حاجة في الدنيا اشوفه قدام درجة مجنون اندرو غارفيلد لا ما عكسش دي قوي بس المجهود اللي عمله غنائيا وحركيا وتحديات الحركة عنده ما كانتش تحديات رأس بس ده رأس ورياضة وحاجات كتير وبتاع يعني انا اي كان يعني اقدر اني اناقش معاك البقطة هذه انه لو كان الستيج اكبر ولو كانت اللوحات الاستعراضية اكبر اتوقع كنح نواجه مشكلة ما هو بالرشاقة وخفة مثلا نرجع مرة ثانية لا لا لاند ولا ناسي اسم الراجل رايان جوزلنج رايان جوزلنج ده كان ريشة يعني بس انت عرف ان اداء رايان جوزلنج الرقص بالتحديد كان من المآخذة الشديدة على لا لا لاند عند الناس بتوع الاستعراض بتوع امريكا والكلام ده كله لانهم بيقول ان هو كان بيبص على رجل وكان بيبص على الكيوز ودي جريمة في حق الرقصين الهاي بالنسبة لنا احنا ما نلاحظهاش اصلا ما لاحظها وشي تاني ترى يمكن كانوا دقيقين عليه اللوحات الاستعراضية خفيفة اللقطات الموسيقية قليلة الكلام اللي فيها جميل يمان اللقطة اللي قاعد يجادل فيه حبيبته وقاعدين من اجمل من اجمل من اجمل ما يكون من اجمل ما يكون كتابة وتمثيلا وكانت فعلا لوحة رائعة ويمكن من اجمل الافلام اللي شفتها السنة بالتأكيد بالتأكيد احنا جربنا على نهاية السنة نقطة المقارنة الاخيرة اللي عاوز اروح ما بين الفيلم ده وما بين لالا لاند اللي تنتصر شوية لالا لاند ان لالا لاند بدأ بهوك اول مشهد في لالا لاند هو اعظم استعراض فيه افضل استعراض فيه على الاطلاق ده اللي خلى انا فاكر كويس اوي شفت لالا لاند في السينما في دبي الناس كانت لسه بتقعد وبتعلم لما تدينا بالفيلم في الاستعراض على طول الناس وقفت في مكانها ما حدش أتحرك الناس وقفت تتفرج على الأغنية بالكامل لغاية لما خلصت وبعدين ابتدين النوقت يمكن ده اللي كان مفتقد كان مفتقد هوك كان مفتقد أنه يلقط الناس من البداية ما يضطرش أن ريفيورز زي أنا يطلعوا عشان يقولوا للناس والنبي يدولوا فرصة هو يستحق الوحد وهذا اللي أرجع أقوله مرة تانية وقلنا الحلقة اللي فاتت ومعليش إذا ما عايز تحملونا بس ضروري نتكلم على دي المواضيع الاستوديوهات بتعاني أنت اليوم هذا الفيلم ما أطلع أبدا لو أنه كان مخرج للسينما أو تم إخراجه سينمائيا حيكون بهذا التضييق الفني إخراجيا مستحيل لوحات الصعودية كانت تكون أجمل وأكبر سواء على مستوى الشقة اللي في نيويورك والعمائر حق نيويورك والشوارع حق نيويورك وبرودوي احنا ما شفنا برودوي في الفيلم بالكامل أنا ما رح شفت إلا بس المكان التدريب احنا كان ممكن يروس في برودوي وكما ممكن نغوص في برودوي ويمكن هذا الشيء ما أتكلم عنه دائما بسأنا مرة أحب الجوانب الاستعراضية وأي سفرة بألاقيها لبرة بحاول أن أحضر وأشوف وأعرف فالفيلم دا كان مقصر جدا في هذه النواحي هو ميوزيكل بالاسم ترى كان أشياء قليلة وهذا السبب أن المخرجين الآن أو الاستوديوهات ما سروا يغامروا في عمل هذه الأفلام عارفين أنه لا أحد يجي عدد الناس اللي سيجيوا سيكون قليل فليش يحط الملايين دي فياخدوا ستريمينج نتفلكس تحط ميزانية ضيقة وتعمل فيلم زي هذا ويدوبك الناس كمان النهيش بتشوفوا وبتدف مننا كمان فأتمنى أنه الناس تشوفوا وما نكرر اللي صار للاست دول واللي أخيرا نزل بلوري وبسرعة نزل بلوري ومحزن أنه نزل بسرعة بلوري بس أتمنى أنه الآن مع نزول بلوري وعجبني كريس طلع تكلم فيه كريس تاكمن طلع تكلم فيلم في حلقة نزلت جبل يومين وجاب سيرة للاست دول مرة تانية وأزيد على كلام كريس أنه دي ما مع ضروري نرجع نشوف الأفلام هذي ولا ما حنشوف إخراجات كبيرة بالطريقة جديدة صحيح إيش بعده؟ إيش بعد تك تك بوم؟ نروح بقى الأهم تايتل في إحنا كده خدنا بالترتيب الزمني أول حلقة عندك بعد حلقة الشهر اللي فات بتاعنا وأول حلقة عندي وكلمنا عن حاجات في النص نروح على أهم تايتل في الشهر أنا وإنت عملنا له مراجعة وهو مسلسل أركين أنا أجيك هنا يا باشا أجيك هنا يا باشا وأنا عشان أبغى أمام الجمهور وأمام الملأ في جميع أركان الوطن العربي المبارك شايف كيف الأنيميشن ممكن توديك لعالم ثانية واحدة ثانية واحدة لا 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 حتحاول تقلبها عليك حقلبها عليك السؤال الجدلي جاوب عليه أركين أنيمي ولا مش أنيمي لا مش أنيمي خالص إطلاقا ملوش أي علاقة بي بس خلاص عشان كده عجبني يبقى أنا مليش دعا بالأنيمي بس طيب خلي خلي بوضوع الأنيمي على جمل إنو هذا يبغالون أنا لسه ما فقدت الأمل بقي لي أسبوعين أنا ما فقدت الأمل يعني لسه إن شاء الله أنا أحيي فيك روح المثابرة طيب إنت كلاعب هل كفيديو جيمر يهمني أعرف لأي درجة تعرف ليغ وف لجنز وهل دخلت الفيلم ده بأي نظرة مستبقة للأحداث اللي صار فيه للشخصية إنو أنا مني فيديو جيمر وخصوصا ليغ وف لجنز دي تحديدا ما عرف عنها إلا اسمها ولا أعرف أي شخصية فيها فكانت دخولي فيها بتماما كإني بتفرش فيلم جديد فإنت كفيديو جيمر لأي درجة تعرف العمل هذا وشخصياته ويش نظرتك كانت قبل ما تدخل أصلا لهذا المسلسل أعرف ليغ وف لجنز أعرف أهميتها أعرف ضخمتها اتفرضت على دوكيمنتري ليها على نتفلكس عمري ما لعبتها وكل اللي عرفوا عنها ما ظهرش في أركين آه واو ما ظهرش يعني أنا شفت الدوكيمنتري وقريت سريعا أعرف اللعبة عبارة عن إيه أعرف اللي بيكسب محتاج يعمل إيه رغمني لما بتفرج على جيم لول ما بفهموش أنا شفت بطولع قدام عيني آه كانت عندنا في مصر وكان فيها فرقتين بيلعبوا النهائي وتشاشة كبيرة وهوسة وكانوا عاملين ستوب جامد جدا وكل شوية الناس تسرخ وكل شوية الناس تصوت وأنا كأني بتفرج على كرة قدم أمريكاني بالزبط أنا ما دم ما فيش كرة دخلت في الشبكة فأنا مش فهم ده إيه ما عرفش إلي بيحصل لما تفرجت لا يعني اعتبر أن خلفيتي غير منعكس على تجربة المشاهدة جميل جميل جدا طيب أنا لأنه أنت أيامية هنزلت صور في تويتر هل أنت بداية مشاهدتك في حفل الإطلاق ولا شفته جبل وروحت بعدين حضرت الحفل إيش اللي صار بالزبط؟ بداية لا بداية مشاهدتي اللي كانوا تلات حلقات الأولانيين الفصل الأول لأن المسلسل تسعة حلقات تلات فصول أوكي في الإيفنت ده وأعوز أني للدنيا أكتر أنا لولا الإيفنت ده غالبا ما كنتش هتفرج عن المسلسل القرص وأنا هذا اللي اتوقعته ترى أنا عشان كده سألتك يعني أنا متوقع تماما أنه هذا حيكون حيكون بدك لا يا معلم دول جرجروني لكلتر اللي جرجروني يعني حطوني في عربية ولازم تيجي وما فيش حاجة اسمها كده طب يا جماعة ما بسوقش إحنا اللي حنسوق يا جماعة ما بصهرش إحنا اللي حنجيب نعمل طب حرجع إزاي إحنا اللي حنجيبك كده يعني أنا ترى أنا بعد ما خلصت العمل وبعد ما خلصت مراجعة ترى ما انتهت علاقتي بالعمل لهذه الدرجة أنا متعلق فيه فرجعت أقرأ عن الشركة وعن الشخصيات ودخلت يوتيوب وشفت حاجات مرة كثير يعني بس حاولي بععد عن القصة والعوالم الثاني حاب أني أتفاجأ بعدين بس حبيت عادة مثل العمل ده طلع أنه منزل المخرج حق العمل أو رئيس الشركة رئيس الشركة أظن وهذه حق تلهادي أتكلم من 2019 أنه عندهم مسلسلة أو خلصوا من مسلسلة وأنه عندهم القصة أو تفر وأنها مستمرة لمواسم شوف الثقة من 2019 والفليل نزل في 2021 هذا شيء جينكس مثلا عندها مشهد أسطوري في اليوتيوب شفته للصاروخ ده اللي بينطلج وهي راكبة فوجه فوج 9 مليون مشاهد لا فوج 35 مليون مشاهد من 9 سنين من 9 سنين فأنا منصدم لأي الدرجة هذا العمل كبير الموضوع ده دجنان يا ماهر ده كالتشر بنت لازينة مرعبة ده اليوم حاجات باسموهم ده اليوم حاجة اسمها سينيماتيكس أنا أول مرة أسمع الترم ده في حياتي السينيماتيكس ديت عبارة عن تجارب سينمائية مستوحى من اللعبة لبعض الصراعات أو لبعض الشخصيات اللي في اللعبة والسينيماتيكس دي ليها معلقين والمعلقين دول السيليبراتي بتاعهم روك ستارز يعني يخش في أماكن يخشوها ناس تقوم توقف يتبقى أنت متخيل الكولتشر شكلها عامل ازاي ليجوف لجنز بتملس تدات أسهل من دوري أبطال أوروبا وما زالت اللعبة مشهورة؟ لأنه ما أدري لي في ناس تتريد على بعض يعني أنا فجأة أنا من نزلت الحلقة مثلا لاحظت شوية أنه في تعصب من بعض الناس عشان لعبة في الأخير هذه ألعاب بتتكلم يعني لعبتي أحسن لعبتك أحسن وكافضة ده كله فهل اللعبة مزالت مشهورة الآن؟ يعني لها جمهور كبير؟ يوش هي كانت مشهورة والآن بيحاولين بجروها تاني بس تعالى نسميها لعبة غير تبشيرية لو ده لفظين فهي تاني ما بترحبش بالليت كوميرس خالص هي كولتشر اللي هي نظام عاملة زي الباليك انت لو ما دخلت هاشمن وانت عندك أربع خمس سنين ست سنين مثلا عايز تخشها على كبر قابل بقى عالم انت مستحيل تفهمه مستحيل تتكلم فيه مستحيل تتقابل فيه بترحيب يقال عنها انها اكتر لعبة توكسك في التاريخ احنا انا من الناس اللي بتلعب فيفا انا اصلا جماعة مش فيديو جيمر انا فيفا بلاير اكتر حاجة انا ماليش دعوة انت فيديو جيمر هنا انا ماليش دعوة بس خلاص في الفيفا احنا بنقول عليها كوميونيتي توكسك الناس بتوعليجوفلجنز بيقولوا ده انتوا امامير انتوا اطفال صغيرة بتلعب بعد المراجيح طيب نسيب ليجوفلجنز كلعبة نسيب الكولتشر ونخلينا في المسلسل اللي نجح فيه النجاح باهر بعيدا عن كل الجوانب التقنية وحنتكلم دعوة مع بعض القصة والشخصيات وكله انه فعلا 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 قدروا انه يخرجوا قصة حتى اللي ماله في القيم يعني حينشد ليها ويحب كل الشخصيات اللي فيها كمان فهذه ما هو شي سهل يا جماعة وشوفنا كمية الأفلام اللي طلعت من ألعاب واللي المخرج بيخرج لك القصة وهو يقول هو يعرف الشخصية دي ما يحتاج بيين له دي ولا يعرف الجانب ده ما يحتاج أوري له يا ويجيب لك القشرة بعيدا عن اللب حق القصة وتطلع منها بعمل سطحي تماما وهذا بالضبط اللي تفادى عمل أركين وكيف قدر انه يبني ويبني ويبني ويطلع بشي وبعدين بديت استوعب آه هذا بطل هذا تشامبيين وهذا تشامبيين ففعلا بدنا من ولا شي وطلقنا وصلنا ويجيب هذا تشامبيين وليش هذا معنى أنا ما يعرف ميش يعني تشامبيين ميش يعني بطل بس يستحق انه يكون اذا هو في شي اسمه بطل يستحق مع هذه الجذور المتقصلة في القصة وتسعة حلقات بس انت مستوعب تلات أركات تسعة حلقات والأجمل متفصلة تفصيل يعني ما في أحلى من كده في التفصيل مين أحلى شخصية عندك كمان فيكتور اي صح شفت المناقشة حقتك فيكتور أنا بحب فيكتور قد مرة حبيت الاختيار مرة جميل والحلو انه الوحيد اللي راح بفلاشباك بس اون سبوت يعني عارف انه انت دايما بننتقد استخدام الفلاشباك متأخر وانه كيف انه يجي لخدمة صناعة درامية بس عشان يعملك عام المفاجأة لا أبدا يا مان هنا أبدا ما سووا كده هنا بالعكس هنا خبالك مفاجأة فعلا تقدر تربطها بكل حاجة من البداية وتقول برافو مثلا الدكتور ده اللي قابله ولا العالم وكيف انه هو أصلا اللي اخترع الشمر وكيف انه هو اللي كان مع فيكتور وهو صغير وكيف التجارب اللي عمله على هذا الحيوان وكانت من أجمل في اختيار فيكتور وفيكتور الشخصية الوحيدة اللي بتنتمي في العالمين صح صح ليه اعتباره هنا وليه تاريخه هنا موجود في الكنين وعنده صراع حقيقي هم كلهم عندهم صراعات وعندهم صراعات حدة جدا فيكتور الوحيد اللي بيحارب على حياته صح سؤاله الأخلاقي اللي ما تروح قدامه أعيش ولا موت الموضوع الموضوع فأقصى صعوبة سؤال ممكن يقابل أي بني آدم يعني طب انت مين شخصيتك المفضل أنا كان الإجابة السهلة هتكون جينكس كإجابة سهلة لأنه هي اللي مستمرة معانا أنا حبيت كل ما تعرضت لي جينكس ومقتنع بتحولاتها كاملة جدا جدا وحطه في الاعتبار يا جماعة لأنه شايف بعض التعليقات اللي منطقية إذا شلنا عامل العمر إذا شلنا عامل العمر هتقول لا يعني بالغت في ردة فعلها أو بالغت في الصدمات اللي أخذتها بس لما ترجع أنه كانت طفلة طفلة تتعرض لهذا النوع من الانتقادات مثلا وهي صغيرة من هذه الصدمات موت اللي كان مربيها ابتعاد أختها عنها تلاعب الشخصية الشريرة بيها طبيعي نسير دا كله طبيعي 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 جدا لكن لو بعدنا على الأشياء الواضحة أرجع على الشخصية اللي ماتت طبعا يعني أنا كنت أحس بو الشرير يا مان هو يمكن الجانب الشر اللي كان واضح بس من جوه كان إنسان فعلا يهتم بجينكس كان فعلا يبغى كان فعلا شايفها بنته هو ثانية واحدة أخوة اسمه إيه؟ أنا اسمه واسمه سقط منك أوه إيزيب إيزيب واي؟ لا دي ما تنفعش لازم نروح نجيب اسمه دقيقة 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 يا الله هو عيب 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 ما نبقاش عارفين اسمه دا حقيقي يعني فإحنا بنعتذر لو أنت افتكرته قبل ما أنا لقيت بقى برنز آآ لا أنا ماسكة الجوال يعني ما هسوي فيها معلم سلكو 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 عيب علينا والله يا سلكو سلكو أنا أنا بديت أخرف أنا بديت أنسى بسرعة يعني ترى ما بلقوط على اسمه كثير أشاهد أنه سلكو وهنا عبقرية المسلسل هنا كل ما أرجع أشوف جوانب معينة أصفد يقائمين على العمل سلكو تم تقديمه بطريقة وحشية جدا إنه هو بياع المخدرات إنه هو اللي بغي يصير امبراطور ومعلم كده وأنا بغي يصير ملك العالم السفلي دا وبيعهم مخدرات وعيش وأسوي وده كله لما تيجي بعدين كل ما تغوص في الشخصية ذي أكثر كل ما تلاقي إنه لا هو بيحارب الفساد من الجهة العليا هو شايف الجهة العليا هذي كيف فاسدة وكانت داعسة على العالم السفلي دا ولولا وجود سلكو كان ممكن ما يكون في حضارة أصلا ولا اقتصاد سفلي ينافس الحضارة العليا مهما كان الطريقة اللي يستخدمها أنت من غيره كممكن يكون وضع السفلي أسوأ ترى تمام؟ هي ممكن تكون طريقة غلطة وغير إخلاقية وكل حاجة بس هو ما كانش عملها بمبدأ الأنانية هو كان عملها لصالح مجتمعه جداً من المنظور بتاعه اللي هو غلط عشان اكتفق بالزبط هذا واحد اثنين احنا كنا شايفين أنه هو مثلا على الأقل بالنسبة لي أنا كنت شايف أنه هو يستغل جينكس مثلاً وعبقريتها ولا توظيفها أو أي حاجة ثانية وحتى لما نشوفنا في الأخير أنا كنت مقتنع أنه كان ممكن نسلم جينكسا أنا كنت شايف دا الشيء يصير بعدين لما نلاقي أنه كل اللي ما يحلم لي كان جايله على طبق من فضة وطبق من ذهب يبغي يرفض بس عشان خاطر جينكس هذه كمان زادت حدة المشاعر الإنسانية تجاه هذه الشخصية والأجمل العلاقة بينه وبين اللي رب جينكس وفاي علاقة جميلة جداً وكانت هي اللي محققة التوازن في العالم السفلي أنت كمان بعد خروجه من الصورة وموته العالم السفلي انقلب بالكامل لجنون سلكه بغض النظر عن عن أهدافه والأشياء المبررة اللي هو بيفكر فيها بس تم اختلال التوازن نوعاً ما وضاعه لعالم السفلي بالكامل فكل هذه التحقيقات تم تقديمها في تسع حلقات بطريقة مقنعة جداً جانب واحد ده كل اللي انت قلته ده جانب واحد ده احنا لسه متكلمناش على الجانب بتاع البلتوفر بالصراع السياسي اللي موجود فيها بالتقلبات اللي بتقابل الشخصيات موال كبير هذا اللي جيبني لسؤال اللي هو التقلبات السياسية اللي فوق مثلاً تمام من جانب كانت مرة مرة تحت الرادار مرة كده أظن كيف كمان اتكلمت عنها في المناقشة اللي آه آه ما كانتش ما كانتش هي ما كانتش تحت الرادار هي كانت موجودة بس انت كنت مهتم بالأكشن بالجانب الأكثر جاذبية آه آه يعني انت حسس ان كل حاجة بتحصل بتحصل في النحي التاني عند فيو وعند جينكس وعند الحوار ده كل فانت ما شفتش الصراع اللي بيمر بيه جيس او التحول اللي بيمر بيه جيس لكن لو انت رجعت الحلقات عدت عليها طلق طلق تجري بس ووقف على جيس حتلاقي ان التحول كان قدامك هو بس ما كانش تجزاب بالقدر كاف وهذا اللي يجيبني ليش فيكتور كمان شخصية حلوة لو لو وجود فيكتور ما كنا عارف هو البوصلة اللي وراتنا جدي ايش جيس اتحول وجدي ايه انه جدي ايه الهدف اللي كان عنده من الناحية العلمية من الناحية التقنية من ناحية نمو الحضارة كيف الواحدة من تجيه السلطة والأهداف يبدأ الأولويات تختلف عنده بشكل كبير جدا وبدأ ينظر لأشياء تعتبر ثانوية عند فيكتور لكن لشخص في مكانة جيس اليوم تعتبر هي الأهمية وكيف انه دايما السياسة وسخة يعني وسخة لأي درجة انه وتوقف العلم وتوقف الأبحاث لمصلحة أشخاص هم اللي بيتحكموا بكل الأمور فمرة ثانية عمق في الجانب السياسي كمان كان جميل بس يمكن كنت حابب بالذات البنت هذي اللي معايش اسمها البنت السمرة هذي اللي لها برضو عيلة ولها دا كله مريدا اسمها حقا مريدا مل 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 اسمها مل اختصارها مل مداردة مل مداردة أي مل مل يعني إلى الآن امكانها طماء امكانها طماء بس ورونها فلاشباك جميل علاقتها بأمها جدا جميلة تبرير أمها ليه ودتها بره كان برضو جدا جميل بس انا ما زلت مفتقد طب هي كيف دخلت وصارت جزء من الساسة او السياسة او السادة اللي موجودة هناك احنا فهمين جيس فهمين كل السادة المستشارين اللي موجودين بس انت كيف جئتي من بره ودخلتي على هنا يمكن لسه وهذا أظن اللي حيخشوله في الموسم ما اعتقدش السبب لأن الناس بتوعليجو فليجنز شرحوا لي ان مل مش شامبين دي مش شخصية من اللعبة اصلا اوكي اوكي فيمكن المهم في اللعبة المكان اللي هي جاية منه اللي هو ناكسس ده ده على قد ما أنا فاهم من الدوكيمنتري بتاع ناتفلكس على فكرة في دوكيمنتري عن ليجو فليجنز على ناتفلكس حلوة ان الناكسس ده اتمنى اكون بقول اسمه صح ده هو ده هدف اللعبة كلها ده البيت يعني انت اللعبة عبارة عن صرعامة بين فريقين دول عندهم الناكسس اللي بيدافع عنه دول عندهم الناكسس اللي بيدافع عنه الهدف ان ده يموت لده يعني ده يضمر بيت ده او ده يضمر بيت ده فهي جات كذكر عابر في اخر حلقة او اخر حلقتين اتصور ان هما بعد كده هيعملوا موضوع التوسع ان احنا بقى نوسع العالم بتاعنا بدل ما كنا احدثنا كلها ما بين الاندر سيتيز والبيلت أوفر ده فيه عالم اوسع من كده بكتير حتة شبه جيموف ترونز كده انك تبتلي في مكان معاين وبعدين تكتشف قد ايه المكان ده واسع وقد ايه الجغرافي عامل مهم جميل جميل طيب اظن متفقين احنا كمان على السوق على الشخصيات التالية بالذات شخصية كيتلين وسوق علاقة كيتلين بفاي يعني اظن هذي ما يحتاج وبغض النظر عن اي علاقة ونوع العلاقة تنمية العلاقة وكيف بسرعة صارت فيها ثقة دراميا يعني ان شاء الله حتى تكون علاقة ما بين كلبه لو حاتبنيها بالطريقة دهي اثمل هاش معنا كانت جدا سيئة بس من ناحية ثانية فايع الاقل اللي ساعدها العلاقة الدرامية مع اختها التقبط اللي كانت فيه بين الصح والغلط بين اشي اللي تعملوا يعني حرام انه ما تم اكمالها بعلاقتها بكيتلين بالطريقة السليمة والطريقة الحلوة بس كل ما يتعلق بفاي قتاليا رسم اشياء زي كده يمكن اجمل القتالات اللي كانت فيها فاي لانه كانت تعتمد على القوة يعني مش اطلاق نار او اسلحة او اشياء لأ كان فيها فعلا القوة والانجورنس زي ما بيقولوا كده يحضرني الوصف بتاع روبر دينيرو جو بيشي في كاسينو ايه يعني بيقول لو حتضربها لو حتضربها بمسدس يو بيتر كلهر ايه بالزبط لانها حتفضل ترجع وحتفضل ترجع وحتفضل ترجع بالزبط بالزبط وهذا يجي مني على حاجة ثانوية جدا على الرغم انه داك الشرف او المقر اللي هو الرئيس الشرطة الرغم انه كان فاسد بس ما قتلها يعني يعني كان عنده شئ ذرة من وهذا برضه جانب درامي جدا هو عنده صراع هو عنده صراع العلمك دي من الميزة الرئيسية او من المميزات الرئيسية بتاعت المسلسل اللي اعتقد ان كل الناس حستها هو ان مفيش 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 شر مطلق وده اقرب شكل في الدنيا للشكل الواقعي هما كلهم عندهم جندات كلهم عندهم خطط ومحدش فيهم او قليلين جدا منهم اللي الخطة بتاعتهم خطة انانية خطة للاستفادة الشخصية حتى الناس اللي كان عندهم اكثر النوايا شرا زي ميل مثلا في البداية لا ميل كانت بتدور على التطور التكنولوجي بتاع الحضارة كلها صحيح اعوزها الموضوع ده ينعكس كانجاز لها بس في النهاية في فايدة حتعم على الباقيين سلكه كان بيدور على استقلال الاندر سيتيز مش انه هو يبقى ملكها مش ده الهدف الرئيسي فده شيء مهم جدا ان كلهم بيعملوا اللي شايفينه صح بالمشكلة بس انك لما تكون في مجتمع فاسد لو كل واحد شايف حاجة صح بالضرورة الرؤى حتتضارب يعني الراجل بتاع الشرطة ده ما كانش عايز انجاز شخصي هو كان فاكر ان اللي بيعمله ده هو الصح هو اللي يجب ان يكون ولكن في مرحلة من المراحل اللي بتدى يحصل عنده تساؤل اخلاقي حقيقي هو انا تحولت لايه ولو انه طول اكتر من اللي لازم بسرحة لكن لما نرجع لشخصية كيتلين هي الوحيدة اللي ارتباطي معاها صفر يعني عارف البنت المدللة اللي حابة تعمل الشي الصح اللي مدري ايه واللي انا انفده بصراحة يعني انا تفشت من دير قصة اللي ما احنا صغار بنشوفها واللي خلاص يمكن هاتي اضعف جانب ونسيت تتكلم عنها في المراجعة صراحة انه من اضعف الشخصيات اللي موجودة ومن اضعف الجوانب الدرامية اللي موجودة واللي واللي فعلا 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 كل ما يتعلق بشخصية كيتلين كان سيئ ارجع لنا نقطة اباخد رأيك فيها وماد انا متحسس مؤخرا عليها واللي هي فعلا موجودة مع انه تعملت فاركين بشكل جيد بس داي خليني ارجع واشوف احنا احنا كجنس الذكوري يا مان ما صرنا الاقوى في اي قصة احنا دايما علماء خلص يا واحنا دايما شريرين بس ما عندنا قوة جسد ولا عندنا جسم رهيب لو تلاحظ فاركين اقوى جسد كانت السيدة ام مل ما شاء الله تبارك الله حتى عندها العاهر حقها يعني بالدرجة دي يعني الولاي المفترية هي اسمها حيضفوها حيضفوها كاركتر في اللعبة قريبة حيسموها الولاي المفترية حيكتب الإنجليزي واقوى مقاتل كان كان فاي من ناحية الجسم ومن ناحية الحركات ومن ناحية واحنا عشان نعمل اي حاجة مفيدة يا اما نضرب بتاع يا اما نمسك سلاح أطول من ننا مترين بالضبط فلاحظ هذا الترند مؤخرا انا من يضدي يا جماعة ابدا انه في عندنا شخصيات انثوية قوية بس ما على الحساب انه دايما تهمش الشخصيات الذكورية لهذه الدرجة احنا جزء من هذا العالم وحنضر الموجودين في جزء من هذا العالم وزي ما كان في يوم للأيام فيه شخصيات انثوية قوية جدا زي كلبل العروسة البرايت في كلبل ولا الفيلم حق ايليون كانت أقوى شخصيات بتحارب وحوش وفضائيين مثلا حيستمر وجود شخصيات ثانوية انثوية قوية وحيستمر وجود شخصيات ذكورية من غير منهمش من غير منهمش واللي صاير مؤخرا تهميش ما واني قادر اباعد عنه والله مع انه يمكن حاجة ثانوية في قصة اركان بس جاعد يقول يا جماعة ما اقول يعني ما فيه ولي واحد قوي بس واحد تيبولي واحد معلم كده ووحش يعني نحن نطالب المساواة مع المرض حقينا بقى احنا بقالنا بقالنا ست شهور في احباط ده كتير ما علينا موضوع تلك بوس بوس يا رئيس يعني مش احنا بنقول ان احنا بنتعرض لمعاملة غير لائقة بصراحة بصراحة ويشو التيكت لايكمان يعني معلش خلاص خلاص ناخدها كمان حنفوت الشيزون ده معلش نمشيها على امل على امل يطلع لنا يعني حاجة كويس يجلنا حد زي قاسم امين كده حررنا ويجلنا حقوق يا ربي يعني طيب اركين ايش اتوقع الموسم الجاي حيعتمد على ايه هل فعلا خلاص جينكس كده قتلت كل اللي موجودين داخل هذا المكان وباي the way يعني انا طب كامل 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 انا بحب اول اللي بيقي بعد by the way by the way انا من اجمل اللي انا عملت عارف انا دايما ضد انه يكون في عندي مسلسلات كتير ولا مواسم كتير ولا كيف وكيف احيانا تلاقي الحلقة الاخيرة بس عملوا توستاية كده عشان يبرر وجود موسم تاني لا لا ابدا ابدا احنا من الكلام حقون اللعبة انه هذا جزء بحر من قطرة من بحر العالم اركينا الكبير والعوالم بلا 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 لكن اصلا طريقة البناء الدرامي وكيف نهيت لا يا عم انت تسيبني عطشان كده انا ميت اباك ترويني جيب موسم تاني وثالث وكله بس هل السؤال انه دا كده خلاص وحنبدأ نعيش عالم تاني ولا حيلاقوا انه ما موتهم ما موت ووراك من موجود اصبك بسؤال ووراك من جواب انا مش ما اظنش طبعا انا ما كلهم هيموتوا اظن في ناس هتموت وفي ناس مش هتموت واعتقد ان المستقبل معتمد على التوسع ان احنا هنخرج برا النطاق اللي احنا فيه دوت ونوسع الدنيا شويتين بص على بقية الخريطة ومتشوق جدا للموضوع ده عايز اعرف الحصال فيه واعجبني ان المسلسل مسلسل فاتمنى ان خطوات بتاعته ما تقعدش زي نتفلكس كده يعني اهو على على ايد الناس المسلسل لسه احنا في الشهر بتاعه ابتدينا نعاني شوية عشان نفتكر قسام الشخصيات وده على الرغم من انه سايب معانا اثر مهم يعني انا لسه مطبع معايا عشان كده تقريبا كل التفاصيل ومع ذلك ابتدت ابتدت اصقط حاجات فالمسلسل ده لو اتزقل ابعد من نص اتنين وعشرين حنرجع للاثر السلبي السيء جدا مع تزيحهم المسلسلات دلوقتي اني ارجع اشوف الموسم الجديد لان انا نفسي مش فاكر طيب عشان كده بس انا حابب استغل هذه الفرصة اللي ما يعرف يتقف فيها اكثر ترمو معناها انه مسلسل معناته تنفيذه اسرع بالذات اذا كان بنفس جودة الجنان اللي شفناه في في عندنا ارت ستايلز مختلفة فنون رسم مختلفة كانت في العمل هما ممشوا على فن واحد يا جماعة كان في عدة فنون المسلسل كله كان فن واحد اللي هو نفس الطريقة الرسم كل قتال كان بياخد شيء اللي بيركز على الضلال اللي بيركز على الالوان اللي بيركز على اشياء كثيرة جدا فاذا كملوا بهذه الجودة انت تتوقع ما اظن اقل من سنتين عشان نشوف الموسم الجاد الا لو انهم بدأوا دا الموسم وهم اصلا بدأوا برسومات واشياء سابقة من زمان انا اتصور كده لان زي ما انت قلت هو مواضحين من الاول النواية بتاعتهم شكل اعمل ازاي بس انا ما اصدتش ان انا اقلل من المجهود او من الوقت اللي بيأخذ علشان تعمل الرسومات المتحركة انا بس اصدت ان البوكينج بتاع الممثلين عشان صوتهم اسهل بكتير من البوكينج بتاعهم عشان يظهروا بذاتهم صح في مسلسلات كتير بتتأجل وبتبوز لان هنري كافل مش فاضي بيصور 3-4 افلام وعشان تفضي الممثل التاني ما بيفضاش وحاجات بالطريقة دي المرة دي احنا عندنا تالنتس محترمة جدا ولكن بسطهم في العملية اسهل انا افتكرتك ولم اتفرج وقلتها انت في المناقشة تبعك فعلا هذا ثاني عمل بعد العمل اللي تكلمنا عليه المرة اللي فاتت اللي ارجع انزل كل الموسيقى الخاصة فيه والأغاني الخاصة فيها لانه كانت ابداع لانها كانت ابداع وكانت فعلا رهيبة وهنا ارجع لنقطة هذه وكنت رحطتها في المراجعة وحذفتها لانه بديت اطول في المراجعاتي مؤخرا هنا قوة الانيميشن يا مان ما في حاجة يسمها انا لو جبت في الانيميشن واحد يسوي كده او يسوي كده ما تقول ايش بدا هتقول عادي هذه طريقة تصوير العواطف الخاصة بالشخصية وحطى لك هي بكل ما يرمز لها بالرسم فيقدر يوصل لك اسرع لكن لو ممثل عملك نفسه ايش يقول ليش بدا ايش بي اوفر بزيادة في تمثيله صح؟ وهذا اللي بنقوله على نيكولاس كيج او كنا دائما بناخد عليك مثال في الاوفر اكتنج مثلا بس بالعكس تماما في التمثيل الحقيقي كيف ممكن وانت مر السطل كده وهادئ بملامح الوجه بهز الشفايف بهز العين بنفذة الوجه بالتعابير البسيطة توصل المشاعر لجوه وصعبة تعملها صعب جدا تمثيليا فعشان كده بعض المشاعر مو بالسهولة توصل في الافلام الحقيقية لكنها سهلة جدا جدا توصيلها باستخدام الانيميشن طالما عندك قصة كويسة تقدر توظف الرسوم انك توصل اي مشاعر تبغاها جنون فرح عظمة كله بيوصل وهذا اللي يخلي الافلام الانيميشن بالذات وانكن ديزني مثال جيد مو شرط يكون انيمي انيمي انيميشن وخلافه توصيل المشاعر بيوصل بطريقة سهلة جدا لان الاوفر اكتنغ غير محسوب واي طريقة تحطها غير غير محسوبة وهذا اللي بك تجربه معايا في عالم الانيمي عالم الانيمي انا حسيت انا حسيت ان فيه طعم بيترينيليا هو انا سمكة صحيح بس لانا بيها قويا عالم الانيمي بيعتمد اعتماد كبير على هذه الأشياء غير طبعا الفويس اكتنغ يعني انا جات لك انا جات لك السعودية وكنت جايب معايا الفشار وجايب معايا الدنيا وعايز اعود على الكنبة واتفرج على قتك انا حتجنن واتفرج على قتك يا مار انت اللي مش مديني فرصة بجيلي اسبوعين جت لك السعودية روح تساهمني ورايح امريكا طبعا عملي ايه طيب بجيلي عدة بجيلي ايام في هذه السنة يا انا يا انت يا ابن مهدي يا ابن مهدي انت فضيلي يا مهدي انت واركش والله ومسؤوليات ياربنا يكون فعولة يلا نخرج من اركين اللي بعده نخرج من اركين نروح على ذكر الوفر اكتنج اللي جايلنا في الستة يا الله يا اذا ذكر الوفر اكتنج ذكر جوتشي وذكر جارد لتو جارد لتو اظنه يعني بدأ يستوعب انه الطريقة الوحيدة ليا في التمثيل اني انا دايما ااخد شخصية وحاول اتقمص كل ما فيها ااخد اوسكار على دورف دالاس باير واللي لا غبارة عليه لا غبارة عليه ابدا بس كان ساتل وكان وكان جوه الشخصية وكان على الهادي وبعدين انا شفت انا جريت جريت اشوف ريكوردينجز لباول وجوتشي الشخصية اللي هو بيجسدها موش كده خالص انا هنا ارجع اتكلم معاك في حاجة خلي جارد لتو على جنب قرار استخدام اللهجة الايطالية الامريكية اثر على كل شي في الفيلم من استقبالي للشخصيات من طريقة تمثيل المثلين نفسهم لان انت خليته غصبا عنه يصير كاريكاتور لان انت قلت له اتكلم لي لغة انجليزية مكسرة بطريقة مساخرة ترى وانا قلت هذا كلام في المراجعة انا اتكلم انجليزي سعودي انا ما عندي اكسنت ابدا تمام انا اتكلم انجليزي يعني تقول ده سعودي كده خليجي ما دي اكسنت احنا احنا لكنة العربي بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها فلاحي وتشز ابدا لان لما الامريكان نفسهم بيسمعونا بيقولوا انتم عرب انتم لكنة بتاعتكم لكنة عربي وبيحبوها على فكرة في ناس عندهم بيستسيغوها وشايفين منها ظريفة لكن لكن لو اخدت جانب منها وضخمته بزيادة هاخرج منه كونه لكنة عادية لأي شعب يتكلم لغة انجليزية عنده لكنته لناخده بالسخرية الخاصة بهذا الشي انت قرارك اليوم يا ريدل سكوت انك اخدت الجانب الساخر من اللكنة الايطالية الانجليزية واستخدمتها في العمل بالكامل بناء على ايه اخدت هذا القرار انا ما اعرف لو كان العمل بكامله ساخر ومتهكم كان قلتلك اوكي برافو انت كده عملت تزامن كامل ما بين طريقة الطرح هو كتير من ابعاده كانت سخرة يا مال بس جرب درامي كتير كمان جرب درامي في جوانب كتيرة كمان طب ليه انت كده ما كنت انتقال التون كان حاد انا بقولك انا كنت بحس بالاحراج يعني في حاجة في الدنيا بتحصل انا متخيل انها نكتة وابتدي اضحك اللي انا الوحيد اللي بتحك في السينما ليه لان ده مش هاد درامي جدا انت اضحك على ايه انا ما توقعتش وهذا برضو اللي ذكرته مرة ثانية انا اتكرت ادم مكي ادم مكي لما يتكلم على قصة حقيقية سواء في The Big Short او Vice اخذ القصة الحقيقية باسلوب ساخر من البداية للنهاية فانا متقبل لأي جوانب سخرية ممكن يتقبلها او ممكن يعملها لما تجيب لي جورج بوش في Vice بيتكلم بلكنا مرة مرة ساذن او الجنوبية حقا امريكا اقوى حتى من اللي جورج بوش بيتكلمها تقبلتها ما قلت ما هو عاملها بالطريقة السليمة لانه جانب الفيلم بالكامل كان ساخر لكن ريدل سكوت ما عمل نفس الشي في الفيلم تبع تبع House of Gucci وده حين ارجع مرة ثانية على جيراد لتو هذا اثر عليه لانه انا جيراد لتو كشكله الشخصية ككلامه الكاريكاتور هو عمله A to Z صح وعمله صح يعني انا اظن انه سو صح بالنسب بالشخصية الحقيقية ما عرف ولا صح باهداف الشخصية باهداف الشخصية اللي حطها ريدل سكوت عدل عليه عدل عليه ولدرجة انه انا نهاية الفيلم سنت ملي ملاحظ الجوانب الزيادة خلاص ولفت عليه انا عن نفسي ولفت عليه على الاخير وحتى لما نجا في الاخير يقول لي ابوه انه انا بعت الشركة وكل الحاجات دي تقبلت حتى علاقة ابوه معه وكيف صار يحضن انه انت الغبي حقي طب الجانب الساخر هذا كان كملته من البداية للاخر كان مشيت على الفيلم كله بالطريقة دي اللي خليني اتقبل حتى الجانب الدرامي الساخر اللي صار في الاخير معاه لنه مستحيل ما اتوقع ابدا في الحقيقة الاب لما نعرف انه ولده وباع الشركة بهذه الطريقة بعد ما طبع من السجن انه تقبلها بهذا الطريق ما اتوقع ابدا هذي معالجة درامية الساخرة للموقف طب ليه ما عالجت الفيلم بالكامل بنفس طريقة معالجة هذا الموقف اللي انا اتقبلته فهي انا بالنسبة لي غلطة مخرج اكثر من الاوفر اكتن حق جيراد لتو لانه هو ما عارف الشي بغي يطلع بالفيلم بالكامل يعني انا في الحالات اللي زي دي بدور اكتر على الباترن على النمط جارد لتو طول الفيلم كانوا بيكلموا بتقل شوية بسخرية شوية بلكنة واضحة شوية يجي هو يقول لك عارف انت زي الناس اللي ما تيجي التاريخ على سوبر ماريو ايه يا جماعة الهزار ده ومع ذلك مشهده مع جيرمي ايرنز مشهده مع الباتشينو مختلفين شوية لانه مش هو السنتر بتاع المشهد السنتر بتاع المشهد هو رد فعلهم للي هو عمله وطريقة كلامه توند دون شوية يعني عشان كده انا هزرت في المراجعة وقلت زي ما يكون قال باتشينو جيرمي ايرنز لتشوء قلم وقلوله ما تزبط ياد في ايه شغل الهلباندا اللي انت بتعمله مع التانيين دايق تجي عندي وتزبط اوقف اوقف مثل زي الناس وحقيقي مشهده مع الباتشينو احلى مشهد في الفيلم احلى مشهد في فيلم كله ده على جميع الاصعيدة بكل الممثلين اللي موجودين اصلا وحتى مشهده نحط لون البني مع الوان ثانية البستيل مع البني انه هذه الالوان فعلا صارت موبا قدام يعني واضح انه كان سابق لعصره فحلو النقاش اللي صار مع جيرمي في البداية لانه ورانا وما استغل الشي ده ما استغلوه في الفيلم كيف انه الادم ده كان سابق لعصره مثلا ما هو كاريكاتور زي ما انتو شاكين هي فين الفشن في الفيلم اصلا مفيش طب مفيش فين الفشن يعني عمال يقولك هاوسوف جوتشي اللي ملتزم اكتر بالتقاليد القديمة ومش قادر يطور من نفسه طب بدل ما تحكي لي ما ينفعش توريني هو انا بتفرج على مسلسل ازاعي ما توريني فين الستايل اللي فقد المواكبة واللي تأخر عن ركب الازياء في العالم كله والمنافسة اللي بيقابلها من الهاوسز التانية طب الهاوسز التانية دي شكلها عامل ازاي يا جدعة ده انت فيلم مفيه كلمة جوتشي في التايتل بتاعه مفيه وش فشن وهنا السؤال هل الشخصية الرئيسية حقتنا وحنيجي الادم درايفر عندي مرة كلام كتيرة بقول الادم ده شاطر جدا بس برضو عانى من المخرج وكيفية اخراج الفيلم انت بتديني قصة مين بتديني قصة البنت لدي جاقة وشخصيتها وقلتي ايش كانت طموحة ولا بتديني قصة الراجل ده واللي كان سبب فيه انهيار جوتشي ولا كان سبب فيه انقاذ جوتشي انا مني عارف اطلع النتيجة والله مني عارف اطلع انا لو لا اني خرجت من الفيلم وقعت اقرأ وصلت لي نتيجة الفيلم نفسه ما وصل لي يعني انا خرجت من الفيلم مني عارف مين البطل مين اللي انقد مين اللي سبب الانهيار مين ولا شي يعني شايف علاقة عائلية مفككة حلو جميل شايف علاقة ثنائية جميلة بداية الفيلم كان بناءها جداً رائع جميل جيت في النصة الثانية أنت ما أنت عارش بنقدم إين أنت إيش تي بتسوي معايا أنا ما أنا عارف هل هي قصة انهيار أو قصة إنقاذ ومين اللي سبب الانهيار ومين اللي أنقت لأن في الأخير جوتشي ما زالت مستمرة معانا لليوم الشيء الوحيد اللي علم معايا الكلمة اللي قالت كتابية أنه هذا المعيب أنه كتابة لن في الفيلم أنه اليوم جوتشي شركة كبيرة من أكبر الشركات وما فيها أي فرد من أفراد جوتشي وبرضو ما عجبنيش الارتعاد شوية في التعامل مع الشخصية الوحيدة العيشة اللي ما زالت تتمتع بالقوة الكافية أنها تكافح وهو توم فورد لنهم حطوه في الآخر أنه هو اللي جي أنقذ كل حاجة في الدنيا راجل جاي على توم تانية تما فهم أنه هو أمريكاني فمش مشارك معنا في مهزلة اللكنة داية ولكن ما فيش أي معلم من معالمه كاريكاتوري على الإطلاق دا شخصية جادة وراجل جدي جي دخل الدنيا نقلها العلم تاني وبتاع ليه عملته المعاملة داية عشان لسه عايش وعشان صوته عالي وعشان فيلم ميكر ولو حطك في النغو هيزعلك وهو حطوهم في النغو مزعالهم على فكرة هو تعقيبه على الفيلم كان بشع وطلع عنده حق في كل حاجة قاله قالك أنا حسس أن أنا بتفرج على حلقة أسنال بالضبط لا إحنا كلنا حسين دا الإحساس يعني أنا قلت الكلام حقهم وطريقة كلامهم والله أول مشهد نمطلع فيه جرد لتو اللي قال فيه تشيك دا اللي أنت قلته قسم أباياات الله قسم أباياات الله مو مشهد سينمائي هذا سكيتش يوتيوب هذا سكيتش يوتيوب هذا سكيتش يوتيوب عارف سكيتشات أسنال بتاعة بيل هيدر لما بيعمل موزيع الطلياني صح لو مطرفاش بقى تفرج عليها مشهد من الفيلم يعني لو تفرجت علي تقول لك ابن الذين دهو طب نسيب نسيب كل جوانب الفيلم كده على جنب ونتكلم على الأداء التمثيدي وهذا أكبر دليل الفيلم دا من الأدلة أنه دائما عندك الفيلم ممكن تحبه ولا لا وعندك الأداء مو شرطي من الأداء يكون رهيب من الفيلم يكون رهيب ومشرط فيلم يكون رهيب من الأداءات يكون رهيبة عشان كده في عندنا ناس تاخد أوسكر على أفلام ما تتشاف بس أداءهم في الفيلم جميل جدا فهذا اللي عشان البز بدأ يطلع بزيادة على ليدي جاقة وعلى ما ظلم في بز على آدم درايفر بس أنا بغير حطه أنا بغير حط بز آدم درايفر هل أنت شايف أنه أي من أداءهم الاثنين يستاهل حتى التفكير بأوسكر بغض النظر السنة عاملة إيه لأنه إلى الآن ترى في أفلام كتير ما نزلت عندنا والتي هي عاملة كمان أوسكر بز بغض النظر إيه في منافسين لو طلناها بنظرة متجردة عن أي أعمال أخرى هل يستاهلوا إنهم يكونوا في التفكير حتى كأوسكر آآ لا الأوسكر الوحيد اللي ممكن أحطه في الاعتبر من الفيلم هو ألباتشينو سببورتين أنا أعترض معاك بشكل كبير على ألباتشينو تحديدا وحرجع لنقطة ليدي جاقة وأدم درايفر ألباتشينو يمان يعني آخر كم سنة معادة آيرشمن خليه آيرشمن على جنب لأنه سكورسيزي يعرف له بيدي نفس الشيء نفس الشخصية مع اختلاف النصة اللي بيتجعل المشهد الوحيد اللي أنا حسيت بألباتشينو فعلا هو المشهد الأخراني اللي بعد ما خرج من السجن بس من بداية الأخير بعد مشهد خروج السجن مشهد المفاوضات على الطاولة مع المستثمرين العراقيين هو ده هو في الأخير مشاهد ووقعه في الفخ بتاع باتريتسيا بس في البداية في البداية وكل الأشياء اللي بيسويها تقريبا نفس الباتشينو في أفلام أخرى مشاهده صغير أصلا يا ماهر هو ما عندوش مشاهد كثير وعندو مشاهد مهدية المشكلة يعني هم بالعدد كلهم على بعضهم بتوع 7-8 مشاهد 2-3 تقديم الشكل اللي انت عارفه وبعد كده لما بيحصل صراع بنشوف تكسيد فعشان كده أنا هذا لا يبرر لي انه حتى يخش فأي نقاش ما أظن يخش فأي نقاش انت قلتلي لو في حد يخش أوكي عشان كده آدم طب نرجع لآدم درايفر السنة دي قدنا ثلاثة أفلام فيلم ما سبق واتكلمنا عنه وانت عليه بس فيلمين اتكلمنا عليهم هاوصف جوتشي ولاس دول ومرعب الراجل ده الرينج اللي عنده طريقة تقديم الأعمال لو لا طريقة التقديم حق الشخصية فيلم هاوصف جوتشي وانه مداني مرحلة الانتقال من شخصية ثانوية أو شخصية ساكتة عشان ربش بيشيل الحمل كله عمل يا جماعة زي لعيب الكرة المهاري اللي هو الفرقة مش عايزة تتنقل لقدام بس أنا عندي مهارة إنه نقف على الكرة خمس ست سبعة تمن ثواني وانقل الفرقة كلها لقدام الراجل أحاسيسه تغيرت تجاه الست اللي كان بيحبها والأحداث ما قدمتش اللي مشهد واحد يمكن يبرر هو ليه بتدى يفصل منها أو بتدى ما يحبهاش بس هو رح شايل الحمل ده كله على قلبه رح نائل الترنزيشن داية في مشهده لوحده لوحده واقتنات بالعلاقة الجديدة اقتنات بالعلاقة الجديدة اقتنات قد ايه هو مستحقرها قد ايه قرفان منها هذا جودة التمثيل بس ما زلت أنا أطالب طب فين راح ده فيه متى 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 عميت عشان اللي هو شيله مش كل الممثلين يقدروا شيله ومش أي ممثل يقدر يشيله ومن جانب آخر أنا يعجبني تمثيل لدقاك اشوف انه عندها بوادر تمثيلية جميلة بس ما هي اوسكار ابدا ما هي اوسكار ابدا النص كان كويس هي هتترشح وهي هتترشح وغالبا هتكسب لان الكامبين عنيفة هل تتوقع لو مثل ثاني غير ليدي جاغا مثلت في هذا الفيلم كان الفيلم ده اصار ستريمين او كان نزل برضو السينما وكان عليه الضجة دي ده فيلم ريدلي سكوت يا معلم كده كده حيروح سينما الضج عندك حق لان ما احنا شوفنا بعيننا ريدلي سكوت بما ديمان ببين افلك وما عملوش حاج لكن المرة دي علشان معالي دي جاجا في التايتل فرقت وممكن دوت يكون من المبررات بتاعت الاختيار بالاضافة لان انا عارف ان اللكنتي ممكن توضح او طريقة كلامي ممكن توضح ان انا كرهتها في الدور او محبتهاش او كلام زي ده جماعة الدور صعب والفيلم صعب فيلم صعب جدا على اي ممثل في الدنيا مش صعب عشان حلو صعب عشان وحش صعب عشان محبط بلاش وحش دي لانه مش وحش التنقلات الانتقالات المخيفة في مواقف الشخصيات من بعض غير مبررة في المشاهد بتاعت الفيلم ودي نقطة ماهر ممكن يكون شراحة احسن مني كمان محتاجة وحش علشان يقدر ينقل الانتقالات دي في عدد المشاهد القليل ده ادم درايفر ادر في تأديري الشخصي البتشينو ادرع من البتشينو كان انعكاس للتغيرات لانه كان بيتفاجئ بيها ما كانش ادا فيها جارد ديتو جاي هزر سيبك منه خالص ادم سوري اللي دي جاجا في النص الاولاني من الفيلم رائع رائع المرحلة اللي انت مش عارف انت شايف افعى متنكرة في هيئة حمامة وانت مش قادر تقرر هي افعى ولا حمامة يعني وانت بتتفرج هو انت وحش ولا كويسة اللمحات البسيطة اللي بتوضح فيها ان هي عندها ازمة طبقة اجتماعية انها عاوزة تتأقلم ومش عارفة عاوزة تفتئن والخبير لقيتها جيرمي ايرنز على فكرة دروه صغير بس هيئل برضو والصغير يتخدع فيها وما يفهمش الدنيا الاحلى مراحلها في الفيلم الجزء ده النص الاول من الفيلم ولو نقول من النص الاول من الفيلم دي كاندرت اوسكار بكل تأكيد في النص التاني نمطية جدا 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 فكروا في شارون ستون في كاسينو فكروا في نيديا الجندي في كل افلامها تقريبا فكروا في كل حاجة في الدنيا المرحلة اللي بتبقى فيها شايلة مرارة وشايلة حنق وشايلة بتاع تبريق كتير زعيق كتير وما تعطفتش معها وما حسيتش بتواصل معها والانتقال في موقف شخصيتها غير مبرر بالنسبة لي اتفق معاك بشكل كبير جدا بس هذا لا يعني بالنسبة لي على الاقل انه انا متعطفت معها انا قدرت تاخدني قدرت اتعاطف بس انت اقول ليه انت كيف كده ستت ضعيفة او ايش صار فصار دايما نقول جماعة ايش صار يمكن هذا اللي خلل عدم الارتباط معها شخصيا الى النهاية الى النهاية الفيلم بس انا برجع اقول الفيلم عشان كده مديته مثلا الخمسة والا اربعة الفيلم تشاف الفيلم فيه قصة جديرة بالاهتمام جدا وفعلا فعلا خلتني افهم الماركة دي بشكل اكبر رغم ما ورون الموضة وكده وانا مايهمني يعني الموضة والحاجات دي بس مرضو شي كان مختفي من الفيلم بس فكرة انه عندي شي اسمه جوتشي ومن اغلى الماركات اللي في العالم واللي واللي الناس مجانين عليها والشعار وده وانه مايكون في احد من العالم موجود ترى هذي بحق ذاته سبب انك تشوف الفيلم ايش اللي ادى لهذا الشي وارجع اسأل مرة ثانية باعرف ترجمتك للفيلم هل هي قصة انهيار او قصة انقاذ واذا كانت انهيار مين اللي سبب الانهيار وان كانت انقاذ مين اللي انقذ انا في الاخير سلتمني عارف هل اللي انقذها هو المحامي لانه كان هو اللي شايف كل الامور ويمكن جاب المستثمرين معاه وطلع الموضوع هل اللي انقذ هو توم فورد لانه هو اللي جاء ودخل وجاءت صدفة انهما اخدوه وكان مصمم صغير ودخل هو اللي انقذ هو هذا الولد الشاب اللي كان ضد العائلة وما يهمه اصلا العائلة ولا يهمه شي وكان ضد ابوه وتمرد على ابوه وهذا اللي خلاه ما يمشي على الستايل القديم وخلاه يجيب توم فورد اصلا لو كان انسان ثاني غير متمرد ما كان جام توم فورد اساسا وما كان ساهم في الانقاذ فهل هي هل هي تنظر بهذا الطريقة هل هو انا ما وروني انه هو منقب انا شايف انا في الحالات اللي زيدي بجري بسرعة على اسم الفيلم اسم الفيلم is the house of goochie فبالنسبة لي انا هو قصة العائلة والمنظور اللي هو اختاره هو دخول باتريتسيا الشخصية اللي استغلت الشروخ البسيطة في العلاقات ما بين افراد العائلة ببعض وخلتها شقوق لا يمكن عودتها مرة اخرى لبعضها وازاي انها رغم انها كانت بتطمح المجدى اكبر لروحها والجزهة ولعائلتها والكلام ده كله تسببت في الانهيار اللي ما تمش انقاذه الا بايدي خارجي صحي اخر حاجة عشان دائما ننتقدها بس المرة دي لازم امدحها المثلين العرب جابوا ناس عرب ويتكلموا عربي يعني محتش سبتايتل فاهم هم ايش بيقولوا وما دي هم عراقين ولا بس ادوا دورهم بطريقة ممتازة ممتازة جدا 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 يعني انا حبيت حبيت كل ما يتعلق بيهم وبالامور اللي اللي صارت معا طيب حابب حابب اوضح حاجة للناس واسمع رأيك فيها كمان هاوصف جوتش احنا اتكلمنا سلبيات اكتر بكتير من الاجابيات بكل تأكيد ومع ذلك ما بنقولش علي فيلم وحش بنقول علي فيلم حل وفيلم يتشاف بس ليه بنعمل كده لان فيه ناس كتير لما بتشوف في الريفيو تيجي تقولك انا اتفرقت الريفيو بتاعتك اتكارتك هتديلوك اتنين من عشر انت في الاخر تعطفت انت في الاخر ملت مع النقاط انت في الاخر عملت معرفش مين وفي بعض الاحيان العكس بيكون صحيح بنتكلم ايجابيات كتيرة قوي وفي الاخر نقول ستة ونص او بنقول سبعة او بنقول حاجة بالطريقة دي عندك شرح ايو لانه الجواني بالسلبية كانت مثير الاهتمام كان اجيه من غضب انا حاب الفيلم انا حاب الفيلم انت ليه عملت كذا ليه عدمت القصة اي لايكت انا لو ماني حاب الفيلم ما حتكلم بهذا الطريقة ابدا عليه ولا حأكون بهذا الحرقة وبالتفصيل بأتكلم على ايش اللي صار غلط يقولك عمي لا قصة ولا تمثيل وخلاص بس لما يكون فيه جوانب حلوة وفجأة تخلفها وانت كنت ماشي صاحب بعدين تروعه غلط فطبيعي اني انا اخش في التفاصيل هي اكتر بتكلملك على الجوانب الرهيبة بس يعني ووقت المراجعة يا جماعة ترى انا احاول شخصيا ان الفقر اللي من غير حرك تكون كلها سمعة ثمانية دقائق بالكثير يعني هذا الافرج اللي بقى سويه لو بغى اتكلم على الجوانب الايجابية والسلبية بالتساوي الحلقة حتكون اطول ومملأ فحاول اجيب اللي فيها والزبدة والتقييم يشرح انه لأ روح شوف وانا قلت ودائما بنحاول ومهدي عنده نفس الفكرة كمان بشوفها بيعملها دائما في الجملة الاخرانية قبل ما يدي التقييم بنحاول نقول شوف بعد جرب سوي يستاهل ما يستاهل عشان بس نحاول نربط المراجعة دي رايحة رايحة الفين الله نعرلك وفي نقطة اضافية هي مقاومات العمل اللي بنتكلم عنه يا جماعة صح انا بتكلم على فيلم من اخراج ريدلي سكوت من بطولة ادم درايفر وليدي جاجا اللي قدمت قبل كده فيلم كويس جدا وقدمت ذو رائع فيه اهل باتشينو جيرمي ايرنز جارد لتو قصة هاوسوف جوتي معرفش مين لو انا في الاخر حديله ستة او ستة ونص يبقى انا في اغلب المراجعة محتاج اشرح لك ايه اللي زعلني ولا ايه اللي بسطني صح بعكس ان انا لما اجيك كلم على فيلم من بطولة ممثل كوميدي مش عايز الكلام لحد بقى عشان محدش يحس بإهانة او كلام زي دا مخرج سابقة اعلام اعماله سيئة مؤلف سابقة اعماله سيئة ممثل مش مطلوب منه انه هو يعمل حاجة حلوة او اغلب الناس ما بتحبوش اهول بيعك اهول بيعك اهول بيعك الفيلم وفي الاخر حديله وفي الاخر حديله نفس التقييم حديله ستة او ستة ونص يبقى في اغلب الوقت عاوزة بيعلك ليه التقييم عالي ولا لا فهي في الاخر زي ما ماهر قالك كده لما شوف الفرص اللي موجودة في العمل والدايق والانبسط وحابب ابين لك انا بنتصر لتقييم انا شايف ان هو اقل من المتوقع ولا اكتر من المتوقع بس اتمنى انها تكون وضحة للناس اتفق معنا نتحرك بعد كده بما اننا تكلمنا عن الاوسكار باز والحاجات اللي بتتقال حواليها احد اهم الافلام اللي اثارت الاوسكار باز واللي ممكن تكون عودة لممثل كل انا بنحبه وراح بعيد قاوي لدرجة ان احنا تقربنا بنبقى شايفينه ويل سميث وفيلم كينج ريتشارد انا ما شفتهوش للأسف اوه لا لازم ضروري حاولت عارف كنت حنزله امتى كنت حنزل اشوفه يوم الاربع ويوم الاربع حصلت عندنا عاصفة طرابية اعادت الناس كلها في البيت قلتلك في قبل شو اتكلمنا على تيك تيك بوم وقلت هناك فيه فيلمين السنة هذه اثرت عليه بشكل كبير كان منهم فيلم تيك تيك بوم طبعا على الموضوع الثلاثين ومحل العمرية والانتقال وي كينج ريتشارد كينج ريتشارد مو عشان الفيلم بس لانه اي موضوع يهتم بالاب والابناء والحاجات دي انا غالبا ب انا بمرحلة بكل المواضيع دي بتأثر عليها بشكل كبير اللي ما يعرفوه يمكن الشباب اللي لسه ما نزوجه وما عندهم ابناء حكاية التربية دي جماعة عمرك عمرك ما حتكون جاهز لها هي محاولة واحدة يا زبطت معاك يا ما زبطت معاك واذا زبطت مع ولد ممكن ما تزبط مع التاني واذا زبطت مع التاني ما حتزبط مع التالت فإنك تشوف قصص من هذه النوعية مهما كانت علاقتك بابناءك إلا وإلا ما حتأثر يا إيجابيا يا سلبيا يا أنت بتعمل حاجة صحية بتعمل حاجة غلط أنت مقصر إيش بتعمل إيش بتسوي فكامل نسباني حاجة يعني عملية مؤثرة مشاهدة الفيلم وهذا يذا ترجم يترجم المشاعر الصادقة اللي حسيتها من ويل سميث حبيت تمثيل ويل سميث جدا أول مرة أحب تمثيل ويل سميث من فترة طويلة 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 يعني طويلة بجد أمكن أحلى فيلم عجبني مؤخرا كان على أدن بس لأنه كان كوميدي وفلة ويل سميث بس ويل سميث مو بس فن ويل سميث كمان بدينا أكشن جيمناي كان فيلم أكشن مع أفن تمام فما شفناه ويل سميث كمان بدينا دراما حلوة اللي دانا هي اللي دانا هي بروسيوت واللي أنا كنت بأطالب مرارا من تكراني من نشوفها شفنا فيلم بيوتيفول لاي زي تنك ناسي اسم الفيلم اللي نزده لالفين وخمستاش كان فيه لمحة درامية بس بس مدى أنا فيلم درامي بالكامل اللي كان على الرغم من كثرة الأسماء اللي كانت موجودة فيه أظن الفيلم نزده لالفين وخمستاش لالفين وسبتاش فكان فاشل الفيلم اللي كان فيه بيموت اللي قابل أحد بيموت اللي كان بركب السابوي للدرجة دي ناسي الفيلم اللي كان معاه كيت وينسلد كولاترال بيوتر لا لا اللي كان معاه أيوة اللي كان معاه كيت وينسلد في الفيلم يعني حتى ده فيلم ده فيلم أنا مش حاشط خليني مؤدد المهم يعني فيلم يفتقر لأدنى مراحل الإنتاج يفتقر لفيلم مثلا كونكشن حاول يدينا قصة حقيقية مرة تانية زي ما أدانا مع عم في ألي بس برضو التعاطف كان ضئيل جدا والقصة مكلت بالقوة يمكن الأكسنت لعب دور يمكن ما قدير يمثل الشخصية بشكل يمكن موضوع القصة ما يهمني فما تعلقت معها الشاهد إنه أنا من 2007 من آخر فيلم قدموا دراميا سيفين باونز أنا ما عيشت دراما حلوة مع ويل سميث حتى عندي حلقة خاصة قديمة سويتها من أربع سنيني مثلا سميتها إلى فين يعني ويل سميث إلى أين الميتها سيكمل في التخبط في اختيار الأفلام بطريقة السليمة هذا الفيلم تمثيليا الدلالة تمثيليا شال الفيلم بالكامل اختيار الشخصية كان مميز يمكن عشان أنا أعرف الشخصية عشان ريابة التينيس تهمني يمكن عشان أعرف فنيسا ويليامز وأختها يمكن عشان أعرف التاريخ بالكامل بس ارتبط معه ارتباط كبير جدا ولو جينا عن ناحية التمثيلية وعن ناحية الدرامية أنا أقول أن ويل سميث غاص في الشخصية بالكامل وقدم لي هي واقتنعت فيها ووجبة تمثيلية كويسة الفيلم ككل عندي مؤاخذات كثيرة عليه بس كتجربة سينمائية كانت جميلة وكانت حلوة خصوصا من ناحية التمثيل تمثيل ويل سميث فالسؤال هو لأي درجة أنت تعرف عن الشخصية لأي درجة أنت ملم بعالم التينيس مثلا لأي درجة أنت عارف الدراما اللي صارت مع سيرينة وبنتها أو أبوهم أيام ما كان عايش أظن أنه الفيلم مدخل جيد لكن غير متكامل لهذا العالم فلو ما عندك مؤاخذ كبير يمكن يمكن الارتباط معه يكون أقل بس التمثيل ويل سميث هيخليك ترتبط معه هو وتحب الجصة اللي بيقدم لك لها أنا أعرف سيرينة وفينيس وليمس طبعا وعارف تأثيرهم وعارف أهميتهم في الرياضة والحاجات دي كلها أنا أفهم شوية تينيس بس مش متابعة قوي لكن دول حاجة تانية دول على يعني دايما كده بيبقى عندي إلمام بالخمس ستة أسماء في السيدات والخمس ستة أسماء في الرجال اللي مسيطرين دلوقتي وبتفرج عليهم من وقت للتاني حكاية والدهم وكيفية تنشئتهم والكلام ده واتعرفت عليها لما سمعت عن الفيلم لما عرفت أنه وحيعمل حاجة اسمها كينج ريتشارد وإيمين بقى كينج ريتشارد كنت فاكروا فيلمي بيدور في العصول الغابرة عن حاجة زي كده طلع بقى لا ده أبو تاعو ده الرجل لي دور مهمة قوي في تربيتهم وتنشئتهم وتصعدهم لهذا المجال لكن إيه التفاصيل ما كنتش عارف ما عنديش إلمان بي طبعا أنا ما بغى أحرق عليك الفيلم في جانب هو أهم جانب ليش أنا عندي ما أخذ على الفيلم فإذا ما أنت حاب أن أتكلم عليه حتشوف الفيلم لو أنت حتقوله في مراجعتك حتقوله في القسم تاع الحرق أو القسم تاع الحرق غالباً حقوله في قسم الحرق بس إحنا في مناقشتنا هنا دايماً بنحرق يعني بناخد الجانب لا أنا ما شفتوش خليك حالو أيو خلص كل اللي أقدر أقول لك إياه أنه أنت القصة جميلة حتشوف طريقة تنشئة غريبة حتخليك ترتبط أنه واو كيف ممكن في شخص يكون بهذا الإلمام في جانب تمثيلية حلوة من الأم كمانا البنات برضو كان تمثيلهم جيد عندي ما أخذ على كل المثيلين الآخرين إني أنا ما شفت يعني أشكده ويل سميث كان هو محور الاهتمام تمثيلياً وكل شيء ومني عارف هل هو كان جزء من إظهاره بشكل أكبر والتي هي القصة كانت ضعيفة من هذه الناحية لأنه ما شفنا جوانب أخرى غير هو دائماً هو مركز الاهتمام ومركز الأتنشن هذا جانب الجانب الثاني الصعاب ما تم التغلغل فيها أنت تتكلم على قصة عن اثنين من السود في أمريكا هذه الرياضة ليست رياضة للسود أبداً هذه الرياضة أرستقراطية تحتاجها لكثير والكثير من النفوذ والواسطات وكذا عشان تعرفها أنا ما حسيت أنه تم التعامل مع موضوع الصعاب بالشكل الذي يتم التعامل فيه تم التعامل كيف الأب قدر أنه يعمل هذا الببل حوالين بناته وينجحهم بس كيف الصعاب تم التغلب عليها حسة كانت سريعة وبسيطة وفي جانب درامي أكبر كان من الممكن التغلغل فيه أهم نقطة وآخر نقطة كنت حابب أشوف الأب كيف وصل وصار كذا أنا شفت أب بيتعامل كذا بيسول حاجات دي جميلة وجداً وكل حاجة بس متعرفش خلفية وين هو كيف وصل لي هنا وأنا هذا اللي يهمني كاب إذا أبغى أصير زيك يا أخي أنت كيف وصلت كده هل هو ده يعني حاجة من ربنا هل هذه أمور مريت فيها هل 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 وأظن أنه شخصية زي دي ضروري أنك تعرفها لأنه هو مستيف جوبس تنقي بس لقطة من حياته زي الفيلم حق اللي أخذ ثلاثة أيام بس أو قبل المؤتمر ويكفي لأنه نحن عارفين مين ستيب جوبس لأ هذي شخصية غير معروفة من العدم فتوريني على أقل لمحات لمحات وصولاً لهذا المكان اللي هو موجود فيه لكن بكل أمان الفيلم ما كان قصير وكان جميل فيمكن كان فيه صعوبة إنه كمان يدينا خلفية عنه بس أنا افتقد لهذا الشيء السؤال اللي عندي من بدري قوي من ساعة لما سمعنا عن الفيلم ومن ساعة لما شفت التريلر ومن ساعة كل حاجة في الدنيا هو سؤال بسيط جداً نفسي حد يجاوبني عليه الفيلم ده عملية تطبيل لعيلة ده ويليامز ولا دراسة على حق ربنا هادي من الأشياء اللي كنت حابب أن أحرك فيها أقول لي نعم أم لا دنيا متوازنة شوية فيه جوانب سلبية بننتقدهم بننتقدوا بنعمل أي حاجة ولا وهذا اللي خلاني متعطش أكثر أني أعرف طيب أنت انتقدته بس انتقدته بأثر رجعي من غم توريني لهذا هو كيف يعني ما وريتني يعني حيثيات هذا الانتقدم يعني دنيا متوازنة شوية مش تطبيل وبس فيه توازن شوية بس برضو يعني أنا بكل أمانة عشان أنا واعتذر لكل محبين سيرينا ويليامز يعني بس أنا أكره هالآدمية دي جداً تمام وأكره كل ما جداً وأكره أنت ما فيش تحفظ خالص أنت بتكراها أنا أكره كل ما تمثله من استغلال الفيمنيست استغلال الموجة النسوية استغلال موجة التعاطف العرقي أنت غنية يا بنت العير أنت عندك فلوس ما تنعد ولا تحصى فأنت ما تستغلي هذه الجوانب بنت أكبر من هذا الاستغلال أنت تساعده لأصغر منك واللي سوته مع البنت اليابانية هذه في الملعب وكيف خطفت الأضواء منها وكيف وكيف وكل هذه الأمور خلتني أكرهها بزيادة يعني هي شخصية غير محبوبة فالتعارض هنا أنه في الفيلم بيوريك أنه بيطلع ملاك في الفيلم بيوريك أنه بيطلع ناس يحترموا الرياضة وكل ما تمثله وأنا ما أنا شايف داف أرض الواقع مع سلينا ويليمز أبدا فهذه نقطة الفجوة اللي عندي ما بين الفيلم وما بين أرض الواقع لكن لو جينا قلنا طبعا ما ليس صلاح هو الأب حاول بس البنت ما ضمر فيها تمام كان ممكن أعيش مع الأب أكتر وأشوف جوانب حياته بشكل أكبر ومرة ثانية أقول لك الفيلم هو مو عن سلينا ولا عن فينس هما مجرد بنتين صغار ما بنشوفهم حتى لما يكبروا في العمر ولا لما ينجحوا أساسا فالتركيز هناك كان جيد جدا وتمثيل ويلي سميث كان جيد جدا وتمثيل الأم كمان كان رائع وكان جميل أنا حبيت الفيلم مع كل العيوب اللي موجودة فيه فيلم استحق المشاهدة لكن يزاعل يا رب الحا أشوف لكن يزاعل أن الفيلم ضام في البوكس أوفيس ما جاب نتائج في البوكس أوفيس وهذه يمكن وهذه ضريبة نجاح ولي سميث السابقة وضريبة كل الاختيارات السيئة اللي عملها إنه فتى الشاشة الدهبي يوصل لدرجة إنه يعمل فيلم ممكن يصيره الأوسكر أو يأخذ الأوسكر عليه الله أعلم ويكون هو الفيلم الوحيد في تاريخه اللي بوم مو الوحيد سبق إنه بوم قبل كده بس نحم سلسلة سلسلة إخفاقات في شباكة ذاكر متكررة مع ولي سميث اللي بيمر بمرحلة تخبط أسرية وعائلية ومهنية أتمنى بس إنها تتوج بالأوسكر أخيرا ما أدري ما شفت أعمال تانية السنة هذه لسه الأعمال كلها اللي تستحق الأوسكر ما شفناها يا جماعة وهذا الشيء اللي بقوله لك كمان يا محمود أظن إحن السنة دي لازم نأخر قائمة أفضل عشر أفلام أظن لنص يناير على الأقل إذا في بوادر الأفلام حتنزل لو ما في بوادر حتنزل لا أنا حعمل العشر أفلام كالعادي بدري بس إنه ما في الأفلام اللي هترشح لأوسكر لأنه أنت قلت لي معلومة أن ورأة لي فاتت وتأكت منها الأوسكر نفسه حيتأخر فالويندو والفترة حكيت تقديم الأفلام مستمرة معانا أظن إلين فبراير إلين فبراير فهذا حيخلينا نفتقد أفلام كثيرة حتحسب على 2021 لكن للأسف ما حنشوفها في 2021 فهل هل بتريدت تحس إن فكرة النجم اللي بيبيع فيلم دي على وشك إنها تنتهي لا لا بالعكس حتزيد يا مان بس حتزيد لمين حتزيد لمين حتزيد لقاقة ورفاقها يعني أنا إختيار أنا إحنا استحينا نقول الكلام ده وما استحينا وجبناها باستحياء وإحنا بنتكلمها وصف جوتشي إختيار قاقة كان تسويقي بحت تسويقي بحت البنت شاطرة البنت مثلة البنت لما شفت بعدين شخصية رئيسية فيها منها وقدرت هي بالميكب وكل ده الأمور والشعر وده إنه تجيب منها بس لي أفضل مثلك ممكن تؤدي الدور ممكن نختلف إنه فيه مثلات أخرى كان ممكن يديوا الدور بطريقة ممكن تكون أجمل ممكن هي اللي قدت أجمل عليها ما أعرف بس اسم جاقة كان تسويقي عشان تبيع عشان كل جمهور الجاقات على قولك يجوا ويتفرجوا أنا حسس إن إحنا يمكن يمكن التصحيح بتاعك في محله هو مش عصر انتهاء النجوم هو عصر تغير بصلة النجوم أو تعريف النجوم بالضبط يعني أنا مين أكبر نجم على على وجه الكوكب دلوقتي اللي نارد ديكابريو على سبيل المثال ديكابريو يعتبر هو أكبر واحد هو اللي يبيع كان موثلين فيلمين القادمين ستريمينج بالضبط يعني ما قدرش يبيع أفلامه للسان ما فيش ستوديو قدر يرهن على اسم على اسم اللي نارد ديكابريو عشان فيلم وينزل في السان مو هنا وانت بالحين علاقات هنا نخش في أشياء معقدة أو نظرة وجهة نظري معلي وجهة نظري الشخصية للموضوع أن الأفلام تعتمد على أكتر من عامل مو بس المثلين عندك المثل يشيل فيلم وعندك مخرجين الشاهد أنه ديكابريو عمره ما شال فيلم لحال بكل أمانة دائما في مخرج كبير معه سهي تمام دائما في مخرج كبير معه بس اسمه في الأغلب كافي ايوا هو يعني حرصه على اختيار المشاريع الجيدة مع صناعة الأفلام الجيدين ماشي لكن هو اسمه لوحده كافي يا حبيبي على عيني وراسي والله وأنا شبيح كبير لديكابريو بس مرة ثانية ديكابريو كل أفلامه لأنه ولد شاطر جدا بيختار أفلامه بعناية عمره ما أخذ مخاطرة مع مخرج ثانوي مثلا أو قصة ثانوية مثلا دائما على أفلام كبيرة ودائما المخرجين الكبار بيتسابقوا عليه أنا يمكن أكبر مخاطرة بيأخذها الآن هي مع آدم مكيه بكل أمانة يمكن هنا ويرا الفلوس اللي دفعت آدم مكيه استبلشت آدم مكيه ما يعطراش اسمه صغير أيو بس برضو ما هو سكورسيزي دا حائز على الأوسكار كتب سنماته ما هو سكورسيزي ما هو دلتورو تمام ما هو تارنتينو مع كل احترامي طب وفيلمه الآخر مع سكورسيزي ومع ذلك معرفش إليه له سينما سليت سكورسيزي شخصيا أيوه ما عرفش يبيع داعي رشمن للسنمات أيوه هنا المشكلة مشكة الاستوديوهات مش مع الفنانين إن هما بالعكس يعني كل الاستوديوهات تبغى الفنان مشكة الاستوديوهات مع أحلام المخرجين فأنا أقول لك مشكلتهم اليوم مشكلة المنتجين مع أحلام المخرجين واللي تتطلب ميزانيات بخمة تمام شفنا ذا لاس دول إيش اللي صار فيه توقع اللاس دول هذا حيعد كده بالساهل هذا أي استوديو الآن حيفكر ألف قبل ما يتكلم مع أي مخرج كبير ويديه ميزانية مئة مليون بعد كده أنت إيش هتعمل له حياخد مثال ريدل سكوتش اللي سواه أخيرا وهذا اللي بيصير وهذا اللي بيصير مع باقي المنتجين والمخرجين بعدين يجي المخرجين وعلاقتهم مع المثلين فتلاقي كل بدأت تصير تحزوبات اليوم كل مخرج علاقته كويسة مع مثل بيأخده معاه في مشاريعه وكيف يقدر يقنعه وكيف يأخده معاه فهي ما يستوديو مثل ديريك اللي بيدات المثلين اللي يختاروا مخرجينهم بعناية وهذا اللي أنا شايفه هذا اللي نظرت للموضوع وكيف البوصل اختلفت ما هو الفكرة ايه السبب في ده ايه اللي خلى ده علي تساؤل أساسا ما هي الميول الجماهيرية طيب لو كان اسم مات ديمان بيبيع أفلام لو كان اسم اليونورد ديكابرو بيبيع أفلام لو كان اسم مين يا ربي بقى فاضل وما تشهد الحد احنا مصلا عايشين في زمن غريب جدا يا عم توم هولند السينمات كلها تحجزت خلاص الناس حجزت أسبوع لفيلمه القادم ما حجزهوش عشان توم هولند حجزه عشان سبايدر مان توم هولند بيعمل أفلام بتعدي تحت التربيزة ولا حد بيحس بيها طبعا فأه أنا حرجع وقولك اقتناعي الشخصي حتى هذه اللحظة ان تعريف النجم بيضغير ايه لا اتغير اتغير النجم لازم ما يكون نجم مجرد فيلم لازم يكون فيلم وسوشال ميديا وممكن مغني وغيرها صح؟ وقدر بيخلي ده روك بياخد اي فيلم يدرجة فيه نقاش سخيف انه ممكن يكون هو جيمس بوند القادم هذا نقاش سخيف سخيف انه مجرد تفكر انه ده روك يكون هو جيمس بوند يعني هذا قمة السخافة انه حتى بنتكلم على هذا الموضوع صحيح فهي دي هي مش مجرد اليوم نجم النجم ليس مجرد نجم في مجال واحد لازم يكون نجم في عدة مجالات لازم يكون متبني لأجندة لازم يكون متبني لفكر عشان دائما تضمن ان الحزب او الاحزاب او الفولوورز او مدرئي ممكن انهم يجو كتب تراهن على اكثر من عملية وليست عملية واحدة وهذا اللي بيخلي العملية الانتاجية اليوم سخيفة بكل امانة وشي يعني مقرف اللي ساير معنا don't look up الفيلم القادم حق آدم مكين تتعندك اسماء بقوة ديكابريو ميرل ستريب البن دي جينيفر جينيفر لولنس كيبلن شات تقوم تحط تحط بوستر كامل لاريانا جراندي وتستخدمه للترويج احنا وصلنا فيين يا ناس احنا وصلنا فيين انت ما انت محتاج تحط احد انت صورة ديكابريو لحالها مع ميرل ستريب يا راجل اذا مرة حط جونة هيل معاهم في الصورة واذا مرة يلا حل الصورة حط بنت حلوة حط جينيفر لولنس معاهم انت انتهيت كده انت فاكر ايام لما كنا بنخش افلام عشان عليها صورة جونة هيل تخيل احنا كنا بنخش افلام في السينما عشان عليها صورة جونة هيل عشان حنتحك تخيل بس اثبت نفسه الولد قدم عدة افلام بادوار درامية ممتازة واللي خلتنا اليوم نشوف انه فيه فقر لهذا النوضر وثنائية اللي بيقدمها ديكابري وفول ستريت مثلا علاقتهم اللي خارج الكاميرا برضو حلوة هتجول طب ايش الكيمستري والكارزما اللي ممكن يقدموها معانا على الشاشة المشكلة ان المنتجين بيستخفوا بمدى معرفة الجمهور بعض الاحيان باشياء كتير بتصير ورا وصراحة او هم شايفين اللي احنا مش شايفين ويا ماهر ما اكيد الناس دول عندهم تولز وعندهم ادوات بتقرأ اللي احنا على ما يبدو بنتفاجئ بيه ممكن ان دلوقتي المتصدرين المشهد هم الميلينيالز والتينيجرز واليونج أدلتز والناس ديات كلها ودول دلوقتي بالنسبة لهم بصلة الشهرة وبصلة الاهتمام وبصلة الهوس في الاساس سوشال ميديا يعني حتى ما بنقولش اللي هو غنى يعني ما بنقولش ان هم المغنيين اللي بيتصدروا المشهد لانهم اليوم قاعدة جماهيرية كبيرة مش بس المغنيين ما يكفيش انك تكون مغني او مطرب ده انت لازم تكون موجود قاوي في السينز بتاعتهم موجود على كل سوشال ميديا بتظهر على تيك توك وبتظهر على سناب شات وبتظهر على انستجرام وبتظهر على تويتر وبتظهر على البتاع بالحاجات الصح اللي بتجذب الناس وعندك بي ار ماشين جبارة بتعرف تسير الجدل بتعرف تجيب حياتك وتعريها قدام الناس بكل تفاصيلها وانت تكون عندك القدرة انك تعيش مع الكلام ده بسلام وتقدر تنتشر من خلاله ده اللي خلى كلمة التالنت نفسها ما بقلهاش اين ما هو مقدار التالنت بتاع فلان الفلاني ده لا يحسب يعني لما تيجي تحط معادلة النجومية لو حنقول عليها انتشار زائد زكاء زائد سوشال ميديا زائد استهداف المعرفش مين زائد معرفش مين لغاية من فترة كان على الاقل زائد موهبة زائد موهبة يا سيدي مش هي كلها بتسوي موهبة ده كان زمان قوي بقى الكلام ده سيبك منه زائد موهبة كانت عنصر في المعادلة دلوقتي بقت برا المعادلة تماما صح صح انا اتبق معك بس في نفس الوقت كمان ما اعرف ليه بس حاسس انه في شي في شي كمان يعني لانه لو طلعنا بكل المعطيات هذه يا مهدي احنا راحين في طريق لا راجعة فيه طريق اسود مظلم افلام كلها اجندات القصة ما هي الاهم الاجندة التي تخدمها هي الاهم المثل ما هو الاهم اية عرق المثل ده جاي منه هو الاهم المثل موهبة حقه تمايه الاهم قد التفولورز اللي عنده هي الاهم وترى احنا في مفترق طلق ديكابريو او في او كريستين بيل ممكن بعض الناس تفكر ان هدول الجيل الجديد هذا الجيل الخلاص القديم هدول الجيل دخلوا خمسين من العمر ونهاية الاربعينات خلاص مين طالع جيل جديد هم توم هولند والناس هل هم بقوة اللي قدموا اعمال ديكابريو هو في ده العمر مثلا او في ده التقديم لا 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 ما في فأنا في فجوة عارف عارف على مستوى الموهبة وممكن يكونوا اقوى بس في فجوة لكن على مستوى الاعمال على مستوى النجومية على مستوى كل حاجة لا كلهم بيستخبوا وراء الليدي جوجز والاريانا جرانديز والناس وهو ده في عندنا فجوة كبيرة بتصير وانا عارف هنجي فجأة نبغى واحد شاب يدينا قصة حلوة لواحد شاب ما عندي ما في مش موجود او ما هتقبل انه يقدم لو ما هو افلام سوبر هيروز واشياء بالطريقة هذي اتكلمنا فده الموضوع اكتب من مرة ما نرجع عليه مرة تانية بس فعلا فعلا المعطيات ما هي ما هي مبشرة ابدا وانا مرة منتظر لموسم الاوسكار هذي السنة اشوف ايش الاشياء اللي طالعة اوسكار انا الان اسأل نفسي احنا نتكلم على هاوس وكينغ ريتشارد يا جماعة افلام اداء تمثيلي في افضل الاحيان اوكي لكن ليس اوسكار اللي مغمط زي مثلا افلام كثيرة شفناها في الاوسكار ونشجع ونجع دور الشاشة وننتظر ان واحد فيهم ياخد الاوسكار واحنا دلوقتي في موسم الجوائز يعني احنا من شهرين كنا بنقول لسه موسم الجوائز لسه موسم الجوائز دلوقتي بنقول لسه موسم الجوائز لسه في حاجات كتير ما جاتش بس احنا جوه الموسم خلاص ما في اعمال ما في اعمال فان احنا دلوقتي نبتدي نشطب على افلام ونقول دات مش متوقع انها تكون وعلى فكرة برضو عشان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لي انا موسم الجوائز مش يعني كسبه في موسم الجوائز ولا ترشحه في موسم الجوائز قصدي ان كان عليهم رهان في موسم الجوائز فبناء عليه من المفترض ان هي افضل افلام السهل سواء بقى موسم الجوائز اعترف بهم ولا ما اعترفش ده شيء ما يخصني فهي هو ده هي دي رهانات الستوديوهات هو ده احنا كنا عانين مستنين ده لو على كده يبقى نص السنة اتعرض فيها افلام افضل انا انت انت فاكر 2019 اللي كنا في الاسبوع في المين ثلاثة ما احنا قدرين نلاحق على قمية الفلام الرهيبة اللي بتطلع ما تكلم ال94 ما تكلم ال94 ما تكلم ال94 ما تكلم ال2019 انا استنع الويك ده في الويكند الفيلم ايش هو اللي ناسر فيلم رائع ومتحمس لي ورايح مع اولادي وحننبسط وحننبسط بس هذا جوب موسم الجوائز سبايدر مان اسمع اللي بعده ايه The Matrix منتظر The Matrix ومرة متحمس اشوف كيف هيعيد القصة مرة تانية وانا مرة منتظر لي بس مرة تانية موسم الجوائز منزلي The Matrix فينا الافلام مش موجودة طيب ايش اللي بعده اللي بعده من بره الاجندة برضو لا احنا لسه جوالاجندة انا عندي حلقتين عملتهم في موضوع انا ما ظنش ان انت عاوس تتكلم فيه ولا انا يعني اتكلمت عنه بالعافية اصلا وانا اتمنى نقلب صفحتهم ان ارجع لوش تاني الموسم الاخير من اللي كازد انا بس حابب لانه انا مؤخرا سادة الناس لو عندك سؤال اسألني اجاوبه نخلص لا لا والله لا انا بس حابب اقول اعلا انا انا بغلمع صورتي لانه مؤقرا صارت يعني ملطخة وملوثة انه انا قاعد استغل لكاسادي بابيل واذم فيه عشان شهرة المسلسل وانا اروح ورا التيار ابدا ابدا انا مبسوط ان انتهى وسعيد جدا انه العمل هذا حصل على هذا الزخم الجماهيري ولكاسادي بابيل فتحت عيون ناس كثير على الاعمال الاجنبية وكيف انه الاسبان والاوروبيين يقدروا يقدموا اثارة ويعملوا اشياء جميلة جدا كمان في مو كل حاجة موجودة في في امريكا انا امبسط بالموسم الاول امبسط بالموسم الثاني احبط في الثالث بعت القضية في الرابع تمام لكن هذا لا يعني ابدا انه عمل نوقف ونقول شكرا لكل اللي انتو قدمتو انا ما شفت المجلد الاول ولا شفت المجلد الثاني ولا عمري حشوفهم انا وصلت لمرحلة اذا عمل خلاص بدات المسلسلات انا ما اخصب نفسي عليه انا اعلى مشاهدات عندي من اعلى المشاهدات اللي عندي لكاسا دي بابيل مشاهدات مو كل شي هي انه فعلا الواحد يستمتع ويتكلم عن حاجة يستمتع فيها انتهى العمل مرابو ويلا ونشوف اللي بعده اخيرا نبدأ نطول في اسبانيا في حاجات مختلفة كيف تجربتك مع النهاية وهل تستحق النهاية كل دا الزخم للان لا خلاص في الجزء الاخير دا المجلد الاول افضل من المجلد التاني المجلد الاول الحقيقي كانت كويس مش هقول حلو يعني مش على مستوى الموسم الاول والتاني بس كان كويس النهاية لأ النهاية متخبطة بشكل كبير اوي في حاجات عجبتني فيها طريقة تنفيذ العملية في منتصفها يعني الوقت في فصل الاخير في العملية الفصل الاخير كل اقسامه حلوة مع دا نهايته نهايته سيئة جدا جدا كمان عجبني انه هم خفوا الاكشن شوية فده ادى فرصة اقلل اننا نركز في المبالغات الاكشنية اللي كانوا بيعملوها بس في نفس الوقت ما تمش استبداله بحاجة ليهائمة اوي كان فيه تنقل في التونز ما بين الدراما الشديدة وما بين الكوميديا كان فيه كوميديا وكان فيه بعض التعائدات الرومانسية اللي دخلت على الخط متأخرة قوي ما كانش لها مجال في الوقت ده بس في النهاية يعني بدي للجزء ده او للمجلد ده او للتشابتر دي الفضل في ان مرسين نحن خلصنا كده خلاص بقى غير هم كمل غير هم يكمل 11-12 موسم غير هم كمل لو هم فكروا ويرجعوا تاني لا هم داعين بيعملها هم هيعملوا مسلسل سبيناف قالوا هيعملوا سبيناف برلين يعني ما عليش يعني خلاص بكل أمانة شوف أنا مؤخرا بديت أستوعب قدي إيش الإنتليكشوال بروبرتي أو ما يعرف بالإي بي اللي هو اللي هو مسمى براند تمام صعب إنك تسوي براند وينجح وإذا نجح لازم تحلب أمه إلي ما تطلع بكل ريال وبكل حاجة وتحسن منه فأنا متفاهم من ناحية أعمال من ناحية بزنس إنه ليش هذا الشيء ضروري إنه يستمروا هذي جزء من نجاحات أي شركة لكن في نفس الوقت هذا لا يعني إنه إنه الواحد يتفرج على كل حاجة وإحنا كجمهور بعدين دوبن قاعدين نتكلم ليش اللي ساير طبعا إحنا جزء من هذه العملية الإنتاجية إذا أنا شايف إنه عمل انتهى قصة انتهد من نهاية الموسم الثاني ورجعت أحية مرة ثانية ورجعت وزخم برضو كبير عليها طيب المنتجين وداحي يكملوا إنه ما يعطوا الاهتمام غير في الأشياء اللي نجحت مو ينا بنجحوا شي جديد هذا اللي صار طيب إيش غيره أنا بطلع من الموضوع ده آخر حاجة عملتها عندي على القناة كان المسلسل الكوري أنا ما شفت المسلسل بس شفت كثير يتكلموا عنه ليه ما شفتش المسلسل؟ ما جاني وقت والله محمود الفترة اللي فاتت عندي عندي كثير أمور دخلت في بعض كده وكنت لازم أنجي أشوف وفي زحمة في زحمة يا مان هو على نقطة الوقت يعتبر من أكثر المسلسلات الفعالة لاي أن هي الحلقة الفورمات اللي احنا عارفينها 48-52 آخر واحدة ساعة وست حلقة درس جميل جميل أنا بس أنا يمكن انتصرت لأعمال أخرى إني أشوفها أنا استغربت أنه إنت ما شفتها زي يعني حنجيلها بعد شوية الآن فإمكان هذا اللي ما خلاني أقعد جلسة واحدة علي إنه كنت متأخر في المنهج في عدة أعمال أخرى برضو صدرت في هذا الوقت من مسلسلات وخلافه فأخذت وقتي بالكامل في يناير غالباً هاكون هادي شوية هارجع أشوف المسلسل فقل لي كيف الكوريين ضربوا مرة تانية والسنة دي الكوريين بالنسبة لي مسلسل سكويد جيم كان ضربة حلوة عالمياً ومسلسل ماي نيم برضو ضربة حلوة مع أني ما قدت كلمت عليك بك بس برضو كان تجربة جميلة هيل باوند يعني عانى من إنه هو جاي في ظهر الموجة فأنا مش شايف إنه هنا للاهتمام اللي يستحقه لكنه على على مستوى الجودة على مستوى الفكرة على مستوى الفلسفة على مستوى التعقيد على مستوى عنصر الخيال المسلسل رائع وانبسطت بيه جداً 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 أنا مشكلتي إنه أنا أحياناً كثيرة أنا مؤمن أنا وإنتبه إنه فيه فرق كبير في الاعتماد على IMDB مثلاً أنا من الناس IMDB بوصلة كثير بالأحيان بلاي يكون ما عندي وقت يعتبر بوصلة فشافي تقييمه في IMDB مو مشجع جداً يعني تتوقع ليش لا ما عرفش أنا عمري في حياتي ما حاولت أشرح IMDB ولا أفهمه بصراحة أنا بعرف حل للتقييمات اللي موجودة على الروتن توميتوس وفاهم كويس قوي إنه في بعض الأحيان الأمور بيبقى فيها حشد أو تحذب أو أمور زي ده وتحذب ولا إيه وبعرف الأوتو ما فيش مشكلة في حالة هيل باون بالتحديد ما فيش أي داعي للتحذب ما فيش أي داعي للحشد وعشان كده بالعكس عشان كده أنا IMDB بالنسبة لي في غياب هذه العناصر التحذبية أو الأجندات أو إنه من كوريا فهنا فانس محبين متابعين حياديين شفت التقييم مو شغط إنه ما خلينا أتفرج بس ما يخلينا أديله أولوية لكل أمانة يعني في الزحمة أنا لما تفرجت ليه ما كنتش أعرف تقييمه لا هنا ولا هنا يعني أنا اتفجئت بعدما خلصتنا تقييمه إيجابي على الروتن توميتوس أنا كنت متخيل إن المسلسل استقباله سيء لأنه على مستوى الزخم وعلى مستوى الحوار عندنا في المنطقة العربية مفيش أنا بقى بقى محدش بيطلبه مني محدش بيتفرج عليه محدش بيرشحولي مفيش حوارات دايرة عليه على السوشيال ميديا ولا واحد على مية من سكويت جيم مش هقول واحد على عشر ولا واحد على عشرين ولا واحد على مية من سكويت جيم ولما اتفرجت على أول حلقة منه كنت بتريت أتفهم الموضوع لأن الحلقة الأولينية بتقوم على بداية الظاهرة اللي احنا عارفينها يعني اللي هي فجر بتظهر في بيت حده وبتقوله أنت حتموت بعد عدد الأيام الفلاني وإنت حتروح الجحيم وفي المعاد المحدد بيظهر تلات كيانات أو تلات شياطين بيرنوه علقة في منطقة الدموية وفي منطقة القسوة اللي في الدنيا وبعدين بيسحبوه على الجحيم فأنا كنت متخيل أن المسلسل بتاعنا مسلسل مغمرة أو مسلسل لغزة أو مسلسل غموض عن إيه هو سر هذه الظاهرة وإيه سببها وإيه الأمور دي كلها وحيبقى فيه شخصين بتحقق وكلام زي ده ولكن اتفاجئت بأن في الحلقة الأولينية جرينا على طول على شخصية المفترض أنه هو مؤسس لحركة دينية بتقول أن اللي بيحصل ده عقاب وأن الناس دول آثمين حتى لو هم ما اعترفوش بالإثم بتاعهم وما اعترفوش باللتزام بتاعهم بس هم أكيد عملوا حاجة واعتبروا الكلام ده والتحذير للبشرية كلها بضرورة البعد عن الزنوب والبعد عن الأمور السيئة والالتزام بالخير والأمور دي كلها والفلسفة بتاعت الراجل كان شكلها فلسفة نقية رغم أنه هو كفجر كانت فجر غمضة فأنا فصلت شوية من المسلسل في النقطة دي اللي هو حسيت بتجاهل للظاهرة وتركيز أكتر على أثرها والمسلسل كان شجع في أنه استمر على ده هو مش مهمه خالص تفسير الظاهرة إطلاقا المهم شكل المجتمع بتاعنا الحالي المعاصر بالناس كيف حيتأثر بهذا الظاهرة مين حيستغلها مين حيعوز يركبها مين حيعوز يفسرها لنفسه مين حيعوز يعرضها موقف الناس أو دراما الناس اللي بتتعرض للتجربة دي يتعامل إزاي أثرها إزاي عليها وأثرها إزاي على عيلته بعيدا تماما عن كل عناصر الخالة اللي ممكن تتخيلها حاجة صالحة للتطبيق في المجتمع بتاعنا أرجوك يا مهدي أرجوك أتفرج على ميدنايث ماس أرجوك أرجوك فكرك بك كل الكلام ده؟ يا أخذ بعد مختلف تماما من هذه الناحية لأنه فيه ظواهر وفيه أشياء مرعبة ومدرئة لكن كل هذا سيكون جانبي تماما على كيفية الاستغلال كيفية الخطاب الديني أنا مرة حبيت من أجمل مسلسلات ومرة زعلان أنه ما أخذ الزخم المطلوب فيستحق أنك تتفرج عليه مش أنت تتكلم عنه حتى لو في مناقشة ومناقشاتك في في السريميك لأنه فعلا بطريقة شرحك اللي قلتها الآن وكيف عجبك الجانب ده أنا متأكد أنه حتسلطن على القصة على الشخصيات على نضج الشخصيات تحتى على النهاية أنا في المسلسل كان جميل من كل هذا النواحي نرجع له أو كده كده مع حلية ما فيش حاجة مستهويانية أو في غلية ما نحرجع له بس لا هيل باوند يستهل ادي له فرصة ادي له فرصة أبعد من الحلقة الأولى لأن الحلقة الأولى ممكن تفسلك أكيد فادي له لغاية الحلقة الثانية لغاية نهاية الحلقة الثانية أنا حطه في اللستة مرة ثانية إذا يناير كالعادة يناير هو الفضاوة ما بيكون في له حاجة إلا لو السنة دي اختلف الوضع معنا مع تأخر موسم الجوائز بس عموما يعني أنا حطه في اللستة أكيد وحشوفه أنا مستغرب أنك كنت ما شفت دا ويلوف تايم لحد لحين خالص يعني لو الاهتمام بهيل باوند ضعيف فأنا شايف أن الاهتمام بهيلوف تايم أضعف أنا مستغرب لأنه دا ويلوف تايم من جمهور من الناس اللي محبين الروايات الملحمية من محبين الروايات الفانتاسي اللي فيها جزء خيال كبير جدا العوالم الكبيرة من الناس اللي ما زالت تتمنى أنه يطلع مسلسل آخر زي Game of Thrones معلقين الآمال في كل عمل جديد أنه ممكن يعطينا هذه الملحمة والعوائل والشخصيات الكثيرة وإلى آخره فأنا كنت متوقع أنه في عليها زخم وأظن موجود أظن موجود بس يمكن هادين شوية يمكن مستنين الموسم يخلص لأنه لسه موسم ما خلص أنت كل أسبوع بتشوف حلقة ده انطباعك بسبب طبيعة المسلسل ولا ده رأيك فيه أنه فعلا يستحق الاهتمام لا هو يستحق الاهتمام من أكثر من واحد الرواية نفسها تعتبر من أجمل الروايات أنا شخصيا ما قرأتها القصة إلى الآن جديرة بالاهتمام جدا عندي مشكلة كبيرة جدا أن المسلسل يعني يرتكز ارتكاز كبير على الجوانب البصرية كبيئة عامة من سينماتوغرفي والمناظر الطبيعية والجبال والقرى وخلافه وهنا أقدر أقول لهم أوكي تمانية من عشرة أوكي جميل والجوانب السحرية والجوانب التي تعتمد على الغرافيكس وهنا يا مان والله العظيم لا أبالغ إن قلت أنه يفكرني بمسلسلات السحرة أيام التسعينات فاكر بوفي دا بامباير سلير فاكر تشارمد مثلا كيف كانت الإضاءة تطلع وأشيات وإنجل هذه كانت في وقتها جميلة وكنا نشوف واو يعني شيء تنفيذه جميل نعم صحنا كنا فاهمين أنه هو بوب كورن رخيص بس اليوم أنك تحطه في مسلسل قصته الحوارات اللي فيه حلوة التمثيل نوعا ما إلى الآن مرتبط مع كثير من الشخصيات بس شايف هم رايحين لفين برضوها ممكن أشتري منك بس تحط بالطريقة هذه الرخص يعني زعل وبالت أنه من أمازون وأمازون قدمونا مثلا The Boys واللي كان فيه استخدام جميل جدا للسينماتوغرفي والجرافيكس تمام فأنا مستغرب كيف أنه يكون فيه رخص في هذا الشي وخايف الآن على لوردوف دا ريمز إنه برضو أمازون اللي حتقدم المسلسل كيف حيكون تعاملهم بس الحمد لله قريت إنه الميزانية حقويله في تايم ولا حتى عشر ميزانية الموسم الأول من Lord of the Rings فمتخبط الموسم إلى الآن بس كقصة مثيرة الاهتمام وقاعد أتفرج عليها أسبوعيا وبقى أشوف حتوصل معانا معانا الفين تمثيل بدر علي هو بينزل الحلقة كل أسبوع هو كم حلقة؟ أول ثلاث حلقات نزل دفعة واحدة ضروري تشوفوا تعالوا معانا وتفرجوا ويلوف تايم التويتر الوحيدة اللي نزلتها كانت انتقاد بدأت تعمل نقاش مش حلو على التايم لاين قلت مو وقته خلي العمل يخلصه ونتكلم مرة واحدة عن العمل مسلسل التانية اللي انت لسه بتطبعه برضو لسه منتهيش دكستر آه دكستر ياس شوف دكستر ما ينفع أحد يتفرج عليه ما شاف دكستر وما ينفع أحد يتفرج عليه ما كان يحب دكستر أنا من المحبين دكستر أنا من الناس اللي عملوا مراجعة مستقلة للتمانية مواسم مو كل موسم حاليا المراجعة واحدة فيه تمانية مواسم كلها بحرق فقرة من غير حرق بعدين بحرق وعملت كمان حلقة مستقلة من السلسل اللي أنا هاجرها الآن لفترة شخصيات أسطورية وأخذت دكستر كشخصية أسطورية ودرسته من كل الجوانب وكان ممتع أن أنا أدرس دكستر من كل الجوانب فأنا مستثمر في الشخصية بشكل كبير جدا وكان عندي لقاء سابق مع عزيز في حلقة من حلقات من أفضل وتكلمني على دكستر كمسلسل وسبحان الله يعني كان في النقاش هل حتقبل أنه دكستر يرجعوه تاني وقلت إيوه أنت ممكن في أي لحظة ترجع دكستر ويمشي لأنه النهاية كانت فاضحة يا رجل أنت جبت لي هو جالس كده وخلص أنت ما شفيتني حتى قلتها وقتها ممكن يجيبوه حلق دقنه اللي طال عدي ويرجع وفعلا ده تماما اللي إحنا شفناها في هذا الموسم بداية بالنسبة لي أنا كانت متواضعة على النقيض من مسلسلات أمازون ما نزلونا ثلاث حلقات مرة واحدة لا حلقة واحدة فكنت متخوف مع نهاية الحلقة الأولى قلت أوكي أوكي أنا شايف هو في الرايح أوكي يلا برافو استمر الثانية الثالثة تمام كمل كمل الرابعة سبت تقول أوكي هنا العقدة هذه العقدة الآن هذه اللي أنت ليه راجع الآن فمتحمس لللي جاي قدام وشايف أنه إعادة استخدام لمسلسل أنتهى كان غير راضي النهاية تماما إعادة فك المسلسل منطقية أنا ما استقبلها كمحب جدا للمسلسل والشخصية استقبلتها بكل صد الرحب لأنه أنت نهيته بكل كسل وما جيت أحييت الشخصية بعد ما ماتت مثلا أو رحنا الخط مصدود وفجأة رجعتني فلاشباك لا 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 ما غيرتش في السياق اللي أنت كنت مقدمه قبل كده أنت مقرد أنك عملت له استمرارية لا سلام عليك واستمرارية مفيدة جدا بس كله يعتمد إحنا رايحين لفين أول ثلاث حلقات قلت لك كنت على مضب حلقة الرابعة قلت برافو ومكمل معهم الخامسة أنا ما عندي تعليق عليها كثير لأنه يعتمد إحنا رايحين فين قدام بعد كمان ثلاث حلقات ونخلص أظن أو أربع حلقات فإحنا هنخلص في بداية يناير ودي نهاية نهاية ولا دي بداية الموسم قادمة لسه كمان اللي قالوا إلى الآن إنه هذه نهاية نهاية يعني حتى لما تخش على IMDB جايبين إنه هو هو موسم واحد يعني وما عاملين موسم واحد وخلاص تمام مع أنه أنا يعني كيف أقول لك ديكستر يديك يديك واللي سووه الآن ممكن يعطيك أكتر وجمهوره يحبه فممكن يلعب في رأيهم ويكملوه بس أنا لو دوني نهاية كويسة حقول لهم شكراً صلحتوا غلطتكم برابو كده مسلسل كان يستاهد إنك تصلح غلطتك معه ينفع حد ما شفش التمن موسم الأولانيين يجي تفرع لك طبعاً لا مستحيل هتشوف كاركتر سطحي ما أنت عارف العمقه اللي فيه أنت كل كلمة ديكستر بيرميها بيذكرك بموسم قديم أو بحاجة قديمة بعض الشخصيات بتجي كضيوف بعض الشخصيات بتجي كضمير بيتكلم لو ما أنت عارف من فين جيين دول يعني بعض الشخصيات بيتكلموا على على جرائم قتل سارت هو أصلاً ديكستر اللي عملها فلو ما أنت عارف كيف سواها ولا كيف سارت هتحسها عبارة عن جملة عابرة في القصة مع أنها لها عمق جميل جداً فلا مستحيل لا أبداً واللي ما شاف ديكستر اللي أنا شوف ديكستر اللي أنا هذا اللي أقدر أقوله طيب لسه فاضل معانا حاجات فاضل مسلسل true story اللي أنا وإنت شفناه وأنا وإنت ما تكلمنش عنه true story المسلسل بتاع كيفن هارت وويسلي سنايبس حسألك سؤال وأديك المايك هذا امتداد لسؤال قلناه في فيلم كيفن هارت اللي نزل بداية السنة ديه أظن في الصيف اللي كان أب أظن اسمه father أو the father حاجة زي كده fatherhood وقلنا كيف أنه شفنا لمحات درامية بس أن الفيلم كله كوميدي وحتى تكلمنا أياميها على اثنين قامة في الكوميديا والدراما جيم كاري وروبين ويليامز أياميها true story سؤال لك هل جدر يزيد من توقعنا لكيفن هارت ولا خلاص لا ما فيش أمل في الراجل دا هو في تقدير الشخصي أكد الرأي أن كيفن هارت يشكر أنه بيحاول يشكر أنه بيكتهد يشكر أنه بيحاول ينوع في الحاجات اللي هو بيعملها يمكن في المستقبل الوضع يتحسن يمكن يلاقي الدور اللي يعبر عنه بشكل أفضل ولكن true story أولا هو تقايم فيه بشخصية كوميديان فهو مش غلط أنه في أثناء المسلسل نفسه يرمي بعض المحاولات الكوميديا الحقيقية وبعضها كان ناجح وبعضها كان مؤثر ولكن في لحظات الانفعال الدرامي الحقيقي ما بقتش قدر تمايز هو بيهزر اللي بيتكلم بك لأنه نفس الوش نفس التعبيرات كيفن هارت مشكلته مشكلة دي أني للأسف نطاقه دايق جدا لما بيجي يتنرفز هو هو نفس الشكل اللي بيعمله فعشان كده الموضوع ده متضرب معك انت مرضه حسيت بكده أنا مرة حسيت بكده أنا متابع جيد للستاندب حق كيفن هارت وكيفن هارت في الستاندب من الممثلين اللي يعتمد على الفيزيكال كوميدي اللي هو الكوميديا الجسدية واللي تعتمد على حركات جسدية وعلى ملامح الوجه وتعابير تختلف وكيفن هارت أغلب الكوميديان الستاندب كوميدي اللي بيقدمه عبارة عن قصص من حياته سواء بيختلقها أو بيأخدها وبيضخمها وبيعطيك جوانب حياتية وبيدي قصة كبيرة لدميك ما يديك البنش لاين وفي القصة نفسها بيديك ملامح مختلفة في منها الجاد في منها الهزلي فطول ما بيسوي كده قدامي في القصة في المسلسل وانا ما نعارف ترايح فين هتضحكني الآن ولا تبقى تديني دراما فتماما زي ما انت قلت يا محمود تماما زي ما انت قلت بعيدا عن كيفن هارت نفسه المسلسل بقى اول حاجة انا افتقدت ويسلس نايبس انا اكتشفت قدي ايه كنت مفتقد لويسلس نايبس احنا متربين تسعينات بقى ناس متعرفوش يا جماعة ناس دلوقتي متعرفش دمين شايفينه ممثل جاية يزني حرام اه يانا ويسلس نايبس اولا هو اول شخصية الدينة شخصية كوميك اللي الناس ما تعرفوا شخصية بليت مثلا ومثل جيد جدا نمعلي تريفيا تاريخية الناس ما تصدقهاش سلفستر سطلون لما حبي يرجع بعد ما عمل سلسلة من الافلام الغير جيدة رجع على كتف ويسلس نايبس لاني ويسلس نايبس كان ساعتها من اهم الاسماء في السينما التجارية ولما جيه يعمل ديموليشن من سلفستر سطلون الفيلم اتباع على ان ده الفيلم اللي فيه ويسلس نايبس طالع فيلن وتخيل انا اصلا ما شفت المسلسل هذا كان ديموليشن من لك المين كان ديموليشن من صح؟ ديموليشن اللي هو انا متأكد اضلا افاكر حتى البوستر نصف بنصف كده اه الشاهد انه انا المسلسل هذا تحديدا true story ما خلاني اتفرج وكون حريص علي على الرغم ان ام تابع كمان هارت في انستغرام مثلا وباشوف دائما ولسبب ما كان بي كل يوم بنزل اكتر من بوستين وتفرجوا وتفرجوا لما انحط لقطة وشفت اوه ويسلس نايبس اتجابوا وداني لمحة من ويسلس نايبس كده الحلوة اللي رجعت وشفت المسلسل على حس ويسلس نايبس هذا نمبر واحد انا وستي سنابس اعطاني كل اللي ابغام انه في المسلسل هذا رقم اثنين بس الانرجي الانرجي مفه السيئة ايوه بس جاي مع الشخصية بس جاي مع الشخصية نوع المع جاي مع عمر الشخصية مع كل اللي مر فيه مع اللي بيحاول يقدمه مشكلتي مع المسلسل انه مفضوح من اول حلقة على الرغم انه فاجأني بالحلقة الاولى صراحة اخذ منعطف انا ما اتوقعته مع نهاية الحلقة الاولى انا اتوقعت اللي صار مع نهاية المسلسل يعني التويست اللي وروني هو نهاية المسلسل هو اللي كنت متوقع في بداية المسلسل بس اخذ منعطف ورجعوله تاني وهذا اللي خلاني مستثمر في المسلسل واتوقع شو التماث حلقات وراء بعض والحلقات صغيرة يا جماعة تتكلم عن طوال ساعة خمسة اتين دقيقة اربعين دقيقة ما يعني بسرعة تخلص المسلسل هذا سبب اضافي يا خليك تتفرج تتفرج عليه بس النهاية كان فيها عناصر كثير تبغى تدور على الصدمة وعلى التويست وانت لما تبغى تحط صدمة او توست وبتركز عليها بزيادة بتفلت منك وضفوا بعد التعقدات اللي ملاش معنا اصلا يعني ابدا بتاعت الباديجارد بتاعه جدا والنقاش اللي عملوا مع الباديجارد بيقلك انه هو ذكي نرفع سعري واخد القيمة وادفعها انه هو حاسب كل شي معانه بكل امانة واحدة من الاشياء اللي خلتني اتقبل الفيلم وبالذات الحلقة الاولى والقرار اللي اخده في الحلقة الاولى ان هو بمثل شخصية كوميديان جاي من العدم جاي من فلاديلفيا يعني كان ممكن هو اصلا جزء من عصابة او ممكن تربيته كانت صعبة او ممكن كان جانجستر اصلا فحتى لو وصل لده الشيء انا متقبل فبرافو فبرافو بس ما توصل لدرجة الهدوء العصاب ده كله او انه كل ما ينحط في منعطف بيلاقي لها حل ما حسيت ما حسيت بالتعاطف مع مع اللي مار فيه غير انه علاقته باخوه اكيد فيه تعاطف بس ما حسيت بالتعاطف اللي يعني هيعمل ايش هيسوي كده ممكن يطلع من المأزق هذا حسيت انا كان عجبني قوي السبايرل داون فول اللي كان في منتصف الاحداث يعني انا ما حبيتش البداية وما حبيتش ان فيه حاجة كل الناس اللي قاعدة كل الشخصيات التانية اللي ممكن تكون شافة الموقف غالباً هتوصل لنفس النتيجة اللي انت مش عايز توصلها بكل المشاهدين بكل اللي قاعدين بكل حاجة في الدنيا ولكن بعد ما خلصت الحلقة الاولانية بالاضافة للتعايد اللي حصل فيها في نهايتها التصرف اللي هو عمله حلو بقى ظريف وعجبني جداً ان احنا في الحلقات التالية بقينا في حالة سقوط مستمر انت كل ما تعمل حاجة تطلع حاجة كل ما تعمل حاجة تطلع مشكلة كل ما تفتكر الموضوع خلص يبتلي تاني كل ما تفتكر ان قزمتك انت بتتعقد اكتر دي اكتر المراحل اللي كانت عاجباني عجبني فيها جداً الممثل اللي عمل دور الفان بتاعه الهيل انا اقتنعت ان اقتنعت ان هو والفلسف اللي قدمها للتوصيف بتاع الفان مهمة جداً مهمة جداً كمان حسس ان الناس محتاجة تطلع عليها علشان تفهمها لانها مهمة جداً وعصابة اليونانيين هيلة الاخوين لكن لكن عصابة اليونانيين مع الفان اللي صار هناك غير منطقي ده وصولاً بقى للحلقة الاخيرة الحلقة الاخيرة يعني انا ونبراتيو بنتفرج على المسلسل هي قالتلي احصل حاجة قالتلي بدأ وحش ونهى وحش وفي النص كويس وده فعلاً ده انطباعي انا مقتنع تماماً بكده هو بدأ وحش ونهى وحش بس في نص كويس اكبر مشاكل الفيلم البلط غير محبوك بالكامل لان احنا في هذا الزمن مع وجود الكاميرات وكده ببساطة كل شيء كان يكشف والكونفينيونس يا معلم وهو بيدرب البتاعة يجي في البتاعة يا يا بس هو بس فيلم يستحق المشاهد مسلسل نسبة كبيرة من الجمهور حيستمتع أثناء المشاهد وهو على الهادي يعني ده ما فيش زي ما ماهر قال زمن الحلقات قليل وهي أصلا حلقات مش كتير يخلص فعادتين يعني بالزبط بالزبط عندنا بعد كده غوست باسترز انت قلتلي انك مش في انت مش في غوست باستر باسترز كولتشر خالص أبدا أبدا أنا الفيلم ده لا شفته أنا الصغير الجديم ولا فيلم الإعادة حاجة الفيميلز أنا ما شفته طبعا وهذا اللي ما خلانا أشوف الفيلم ده ولا اهتم فيه بس أنا ملم البوب كولتشر الرفرنس أو الأشياء اللي دائما ترمز ليها في الأفلام ويجيبوه منه الشعار مثلا مين ما كان يلبس التشيرت عليه الشعار حق الأشباح والذي عليه الخط ده والأغنية حقتهم وده بس لا أبدا ما قلت شفت الفيلم صراحة ولا أعرف هو يدور على ايه أصلا طب كيف هل تشوف بعد الانهيار أو بعد الفشل الذريع اللي صار للنسخة النسائية هل قدروا يتداركوا الوضع الآن في هذه النسخة الجديدة ممكن بس أنا برضو يعني مش حاسس إن الفيلم بيركب أي موجة على الإطلاق هو بيحاول يبدأ الكولتشر من أول وجديد أنا ما كنتش مهتم بيه قوي وبعدين لما شفت التريلر دي اهتمت بيه شوية وبعدين لما شفت التريلر الأخيرة اهتمامي بيه قال تاني ليه لأن التيزر الأولانية ادتني إحساس بأن الأجواء بتاعتنا جد المرة دي ما هيش كوميديا وبعدين التريلر الأخيرة اللي نفت الموضوع دي تماما واكتشفت إن احنا بنكمل نفس التقليد بنفس الأجواء بنفس كل حاجة وده ما كانش موافق قوي جوه الفيلم لأن الفيلم للأسف بطيء جدا أنا أنا دخلته لإني مبارك وتعاد في البيت مش لقى حاجة عملها واكتشفت إن هو بيعرض في أقرب سينما عندي هنا من البيت وأقرب السينما دي عادة ما تعرضش أفلام أجنبي أصلا دايما بتعرض أفلام عربي فالمفاجأة إن أنا اكتشفت إن الفيلم موجود فيها فنزلت نزلت حتى بالشبشب يعني فهم ده رحت اتفرقت عليه وخلاص بطيء قوي 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 في نصه الأولاني رغم إن البناء يعني البناء بتاع القصة والبناء بتاع الأحداث آآ مطير للاهتمام ومش وحش وآآ دقيق وبيوفر بعض المناسبات الكوميديا الجيدة ولكن بطيء قوي إحنا المرة دي للناس اللي عارفة جوست باسترز بنتعامل مع عيلة إيجان آآ هو مات لسبب غامض آآ وعيلته آآ بنته بولادها معدمين جدا وحالته من المادية سيئة فبيروحوا عشان يصفوا ممتلكاته ولما بيروحوا بيته اللي هو كان عايش فيه بيكتشفوا إنه كان عنده مشروع مهم جدا ليه علاقة بمكافحة الأشباح ومش أي أشباح دول الأشباح بتوعنا بتوع سلسلة جوست باسترز اللي احنا عارفينهم الكي ماستر والجيت كيبر والحاجات دي كلها موجودة جوه الفيلم يعني آآ فأولاده اللي بيكتشفوا الحاجات اللي كانت موجودة عنده أحفاده ولا إيه سوري وبيفهموا أبعاد الموضوع وبيفهموا الظواهر اللي بتزهر في المدينة اللي هو عايش فيها وبيبتدوا يخشوا جوه الموضوع وبعدين بتزهر بقى الحاجات اللي هو كان مخبيها العربية بتاعت الجوست باسترز والفخ بتاع الجوست باسترز والأمور دي كلها في النص التاني بيظهر بعض الأكشن بيظهر بعض الحركة الجيدة اللي مش سيئة على الإطلاق وأفضل نغمات الفيلم على الإطلاق هي نهايته لأن نهايته بتوفي قوي كل رغبات النستالجيا اللي موجودة عندنا بالتسلسل النهائي بالتعليا بتاعت التسلسل النهائي بالبوست كريدت سين اللي موجود في النص بالبوست كريتسين اللي موجود في الآخر كل دي حاجات لينا احنا بتاع جوز بسترس بالكامل يعني ولكن التجربة في نصها مترنحة جدا انا المشكلة انه حتى عشان ما هندي اهتمام بالفيلم فماني عارف حتى استقبال الامريكان الامريكان بالنسبة لهم هذا الائي بي هذا البراند برضو شي كبير لانه برضو المستالجيا عندهم هتكون عالية لا والقصص اللي ورا الموضوع كمان لان الشراكة بتاعة بيل موري مع هارولد مش فاكر كان اسمه هارولد اللي هو عامل دور اي جون يعني كانت شركة مهمة جدا عاملوا مع بعض عدد من الافلام المخيفة وبعدين حصل ما بينهم خلاف من اعظم الخلافات وابشع الخلافات في تاريخ امريكا لدرجة اللي هم قطعوا بعض تماما وما بقوش بيكلموا بعض الغاية لما مات الاخر وبيل موري طلع بوبلك ليه وعبر عن ندمه وزعله والكلام ده كله فان الموضوع يرجع تاني من المشروع اللي اطلقهم مع بعض اللي هو جوست باسترز كان شيء مهم قوي ولكن الفيلم كان مفتقد للديناميك ده لان جوست باسترز الاصلي الفيلمين مش فاكر فيلمين ولا تلاتة كانت الفكرة الاساسية ان انت بتتعرف على حوادث مرعبة بجد احنا بنتعامل مع اشباح ففيه مواقف كتير تابعوا للرعب والشخصيات اللي جوه الفيلم بتخاف وانت كمشاهد بتتحك ودي معادلة من ابدع ما يمكن المرة دي مش منقولة المرة دي الشخصيات اللي في الفيلمها مبتخافش المرة دي هم موافقين ان احنا بنتفرج على حاجة كوميديية والمفروض نضحك معها وخلاص بالاضافة لان بول راد تماما في الفيلم يعني هو طالع بدور مش مهم ومش اساسي ومش بطل الفيلم وما بنبنيش عليه حاجات كتير ممكن نعتمد عليها في المستقبل لو كانت للسلسلة مستقبل على سيرة بول راد لو مسلسل في ابل تيفي بدأ بداية حلوة والمسلسل اللي مع ويلفيلر اللي مع ويلفيلر فيرل ها ايه بدأ بداية مثير الاهتمام بس بعدين يعني خرج صار سطحي بزيادة ووقفت وانا اظن وقفتوا حلقة الرافة اظن الرافة مش مهتم تكملوا ما في نية ابدا ان انا اكمل انه بده بداية حلوة بدأت انه مقالوا قصة حقيقية وما الى ذلك بس التسطيح اللي سائر حق الشخصيات ولا بالنسبالي ويلفيرل لعمره مدينة دور دراما يا جماعة ما يقدر ما يقدر ما يقدر ما يقدر في ناس لا يحضرني ما يقدر ما يقدر ما يقدر ما يعني حاول وفيه جوانب كده يعني حسيت انه ممكن يكون مريض عقليا او ممكن ممكن اتعاطف معاه من دي الجانب بس بيفليت ويروح على كوميدي بزيادة او بي ما عارف ما ربط معاه على سيرة الربط باقي حلقة ويغلق الموسم وما بغى اوعد انه هعمل مراجعة على الموسم بس ضروري اتكلم معاك فيها او نأجلها الى بعد الحلقة حسألك نتكلم الآن ولا بعدين نتكلم الآن ولا بعد نهاية الموسم نتكلم بعد نهاية الموسم عشان تدينا انت الصورة كاملة انا ما تبعتوش خالص انت ما شفت أصلا لموسم ولا ولا تاني عمود الله يا رحمة انت لمتحكة في الارض انا الحبطة انا حبطة نصور خلاص 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 يا محمود لا يعني في حاجات نمشيها بس في اشياء لا يا باشا ده انت اليوم انت اليوم اليوم تحط خطة متى حتخلص وتلحق بالركب افتكرت تتدلاسل اللي حقت معانا مش سكسشن سكسشن يا مان سكسشن يا مان ضروري خدها مني خدها مني اذا في عمل محترم من بناء ومن حوارات فهو سكسشن اليوم على الشاشة يعني من المسلسلات المستمرة الجميلة مع بيتر كولسول ومع ويالوستون ووزارك يجي سكسشن ويمكن يتقدمهم بالنسبة لي او بيتنافس مع بيتر كولسول من حيث جودة البناء الدرامي اللي تستعق المشاهدة انت شفت من الاعمال ومن اخر شي من الاعمال اذا انت شفت مادم اما مو مادم انا شفت مادمن كيف الحوارات اللي فيه وكيف بيستمر شفت حلقات من مادمن بس ما عشو فرق تالي على بها بو خدش انا بديت بديت ما كان كده بس بدأ بدأ يذكرني مادمن صارت حوارات وشخصيات اكثر من انك بتوصل للنهاية انا ما بغو اصل لنهاية شي وانت شغل انا بغى عيش انا بغى عيش انت شايف ان الموسم جديد على نفس المستوى انا بغى عيش الاحداث وهذا البوليتيكس وكمليه باش انا مستمتع معك لهذه الدرجة على سيرة بيتر كول سول سمعت الريليس بلان انا مش متأكد اذا كانت صحة ولا لا بس اتضيقت انا سمعته السنة الجاية لا لا ستة حلقات وستة حلقات ستة السنة الجاية وستة البعض بس بس زي ما عمل في بريكين باد تماما انا ما حضرتش بريكين باد انا شفت بريكين باد بعد ما نخلص لا هو نفس اللي عملو بريكين باد فهذا فينس بيليجن يعني فنفس الشيء مبسوط يعني حتى لو عملها كنت اتمنى يبقى في نفس السنة عادة ان تعريف يعني نفس السنة ما هو كده بس يعني لما تفردها على السنة حيطلع جزء منها في 22 وجزء في 23 مش متأكد دو اتمنى اتكون غلط او الخبر اللي اسمعته مش صحيح يفضل حاجة واحدة يتهيألي في الحاجات اللي احنا شفناها the power of the dog يلا انا ما قدر اقول شفته وخايف ادي اي تعليق سلبي ويطلع انه انا عشان ما كمل فانت انت ناوي تكمل ولا مش ناوي انا ما عندي اي سبب يخليني اكمل الا المحادثة دي لو اشجعت اه اشجعت انا قبل ما اخش صحيح صحيحة الصباح اليوم وكان جزء من الخطة تجهيزا لهادي التصوير ان اتفرج على فيلم زي ما عملت الحلقة اللي فاتت اتشوفنا فيلم حق الستند ايو جماعة نصف ساعة ولقيت نفسي ماني قادر اكمل فقلت يمكن انا ماني جاهز نفسيا وخليه اجهز نفسيا بس فعلا نصف ساعة عدت انا ماني قابل بتفرج عليه انا ايش اتبتي بتكلم على مين اوكي لا اكمل فنورني بص الايقاع مش هيتحسن الايقاع حيفضل زي ما هو بطيء قوي وهادي قوي ومربك شوية في انك فعلا مش عارف قلب القصة اللي احنا بنتفرج عليها ايه لكن وانا دلوقتي عارف النهاية اقولك ركز شوية في طباقع الشخصيات لان طباقع الشخصيات هي اللي هتخلق الصراع في منتصف الفيلم وهي اللي هتخلق الفصل بتاع الحسم في النهاية لان كل الشخصيات عندها اسرار وكل الشخصيات عندها طبيعة ظهرة وطبيعة كامنة ودي اللي بتميز الفيلم قوي هو فيلم بينتامي اكتر للمدرسة كلاسيكية شويتين اللي هو مش حسس ان انا عاوز اقدم لك عناصر جذب انا بقدم لك دراسة لشخصيات مبنية على روية انا بقدم لك دراسة لشخصيات مبنية على روية انا بس اكون واضح انا ما عندي مشكلة يكمع الرتم انا بس ما كنت جاهز انا حسيت ان الفيلم يعني غير انا دائما اكون متجاهز نفسيا لنوعية الفيلم لان الفيلم بالنسبة لي زي وجبات الاكل انا لما نصحيت الصباح ما كنت مجاهز الوجبة دي فانت دا حب تقول لي لأ ركز على ايه والفيلم ما هيتحسن الرتم فمعاناته يبغاله مود مختلف غير مود الصباح اللي نصحيتش فيه فخلاص لا حلو جدا فيه اداءات تمثيلية هيلة بنت الكمبرباتش عامل واحد من اداءات عمره مش عادي هذا اللي مستغرب منه يعني كامبرباتش بريطاني بريطاني هيديني سيذرن اكسنت هيديني يعطيني الجنوبي ما عنديش ودن الموضوع الاكسنت دا قوي بس اللي انا افهمه انه هو شطور في الحاجات دي هو من الناس الشطرة قوي في الطلعة دي وانا ما حسيتش بغربة عنه في الموضوع وهو الفيلم مباراة ثلاثية ما بينه ما بين كيرستين دونست وما بين الواد سكوت مكفي دا الولد الصغير عامل دور هيل الواد دا اصلا من زمان كان ظهر في عدد من الافلام وهو طفل وبعدين وهو لما كبر شوية كان ظهر في احد الافلام بتاعت اكس من وادوست اوي وفي الفيلم دا بيقدم تعائدات عظيمة بس دا فيلم من زي ما بقول كده الموت بتاعه موت كلاسيكي دلوقتي الكلام للناس اللي هي الافلام اللي مش مهتمة اوي بانها تشرح للناس مش مهتمة اطلاقا بالإكسبوزيشن خالص يعني في حدث بيحصل لو انت ما فهمتوش ضمن ممكن تفهمه ضمن بعد سبع تمن مشاهد هو مش حيركز لك عليه مش هيجيب اتنين شخصيات بيحكوه حتى التركيبة العائلية التركيبة الاقتصادية التركيبة البيئية اللي احنا موجودين فيها لازم تفهمها في قلب الاحداث مفيش اي نوع من انواع التقديم مفيش اي نوع من انواع الاكسبوزيشن فنحضر بنفسنا الحاجة زي كده وناخد الفيلم على الهادي لانه فيلم حلوق طيب سؤال مباشر حجزت سبايدر مان ولا لسه حجزت طبعا حجز امت انا اولادي وغالبا هغيبهم كمان من المدرسة عشان نروح نشوف انا حاولت اعمل كده بس لقيت عدوهم امتحانات فقلت لا مش للدرجات دي بقى هتشوفوا الاربع ولا الخميس لا حشوفوا غالبا الحجز اللي عندي الان الخميس لانه مخطط كده على يوم عائلي كده مع ابوي وامي وكمان نايس فاحتمالي نروح اشوف مع الاولاد الفيلم ده ويعتمد بس ميت اعمل المراجعة ويعتمد قد ايه الفيلم يعني مشكلة عارف ايش الافلام اللي تكون هايبت بالطريقة دي المثير للاهتمام زي ما صار في اند جيم انت يا هايبت بطريقة تعطيني قدها واطلع اصف جلك يا برضو فيلم رهيب بس مو جد الهايب فحتاخد على رأسك يعني اليوم وربي وربي لو ما طلعوا ثلاثة سبايدرز موجودين في الفيلم يمين بالله يعني انا وغير مليون هيجطع ام الفيلم انا تيالي انا تيالي لازم فيه انا رهاني انه لازم فيه لان لو مفيش يبقى هم غلطه غلطة مرعبة انه هم منافوش نفي قاطع واضح صار لان انك ترفع تسقف توقعات الناس وبعدين تنزل بيه على الارض حتتعد حتتعد جامد لان من غير التلاثة سبايدرز ده يبقى فيلم عادي فيلم حلو وجامد ومارفل وسبايدر مان شابتر بس ما يزيدش حاجة عن الفيلم السابق ابدا ابدا وغير كمان انه فيه ناس المحبين لعالم الكوميكس انا مهوسين باي حال دائما احترمهم كيف يقدروا يطلعوا ملاحبات جميلة شوف تحضر من الملاحبات كيف انه جايبين لك شخصية لزرد ناطا وبيضرب بس بايدر مان فوق بيدرب مين اكيد فيه احد هل ما اقول يتلعب بالتريلر يا مهدي للدرجة دي ممكن انه انت عايز الحقيقة بقى اللي لو فعلا التلاتة موجودين ولازم نسقف له جدا الشغل المخابراتي ان توبي ماجواير واندرو جارفيلد يصوروا مشاهد في الفيلم ده ومحدش يدرى ولا شيء ده في نص الليل طالعين وداخلين وخربين طب يا جماعة لما كانوا الاجينت بتاعهم كان يعرف هم فين ولا لا مش فاهم يعني طيب يعني لا 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 يعني هادي اول ما اخد على الموضوع بكل امانة بكل امانة لو ما هم موجودين او يعني على الاجل لو يقلعوا شرفي او انه مشهد كده على الاجل لو ما هم موجودين ابدا مع انه انا ما هاكون راضي غير لبحوارات او بلقاء او بصابة وانا معاك في ده ومش غلطتنا غلطتهم يعني انا عارف انه ما ينفعش تفكم على فيلم غير لما تشوفوا كلام زي ده لا بس انك تسيب الناس هايبت وهما مش موجودين عيب ممكن تطلع تنفي بشكل واضح وخلاص هذا شيء شيء الثاني الفيلم ده يعني كيف اقول لك هادي فرصة مارفل 2021 صحيح بالنسبة لي هادي فرصة مارفل الاخيرة على مستوى المسلسلات وعلى مستوى الافلام يعني ممسلسلات ممكن نارجيو ونختلف انه لوكي اوكي كان جيد وده انت بتصرق على هوكا تصدق وتقامل بالله يا رجل انه امس اللي عرفت انه هو نزل مش كده ولو اربع حلقات كما لا حد داريان وقسما بقى ايات ربي وصلنا للدرجة دي انه انه الشي سريمر بينا ومرور الكرام بقى نفس المستوى بتعارف المسلسلات التانية اللي كان بتتعمل عندهم في اليونيفرس ايجين سوفتشيلد وايجين كارتر ومعرفش ايه والكلام ده بقى نفس المستوى خلص صاروا خسارة والله خسارة وماني عارف هو كويس ولا ما كدر حكم انا ما شفت ولا حلقة بس انا امسا اللي عرفت انا امسا اللي عرفت انا امسا اللي عرفت يعني لا اخبار الناس بتتكلم وظلم بيضيعوا بيضيعوا العالم بالطريقة بس اتمنى انه لأ اتمنى انه لأ يعني بس انا فعلا فعلا ما عندي الطاقة ان اتفرج مسلسلتان للمارفل في السنة 2021 والله ما عني وبالذات شخصية هوك اي والمثل انا ما احبه انا المثل ده ما احبه ما احبه ما يعجمني تمثيله ما يعجمني تمثيله ولا احبه ولا الشخصية اصلا من الشخصيات المثيرة الاهتمام بالنسبة لي فهذه مسلسلة شوف مسلسل كامل حولينه ليه يعني معلش تعالف على السيرة اللي زعلان منه الان تخيل العالم الاكسمن الاكسمن هيحولوهم سلسلات فعلا والله يا لازم دي لسه سماحة منك هذا الخبر اللي طالع يا جماعة العاك هذا الانجريتا خبر عالم الاكسمن عالم رائع وهذا اللي رجعنا مرة ثانية على السبايدر مان احنا ما خرجنا منه عالم الاكسمن طالع من يد مين سامريني نفسه اللي عمل سبايدر مان فقدم اللي هو قدمنا العالم السوبر هيروز اصلا تم تقديمه عن طريق اكسمن وعن طريق سبايدر مان بعيدا عن دي سي يعني اول اشياء من مارفل تمت عن طريق الاكسمن وسبايدر مان وهذا المخرج هو اللي قدمها وبعدها جد ملحمات واشياء جميلة جدا ولو واللي صار معالم عشان سيط وابسان داونز وكلام زي دوت واخر فيلمين تم انتقضهم ولكن محدش قال كفاية ابدا اعملوهم قلتها زمان في لقاء مع براء قديم في سلسلة فاطفضة بس انا لو تسألني مين افضل مجموعة عندي هم الاكسمن اكتر من افنجرز انا مرتبط معاهم من ايام وانا طفل بس منتظر احد ياخدهم ويقدمون نهية طريقة سليمة انا لو في احد قدم الاكسمن زي ما قدموا الافنجرز يا ويلي يا ويلي اللي حتشوفوه يا شخصيات في منتهى الروعة وتصادم عرقي هناك تتكلم عن التصادم العرقي وتصادم العنصرية وكيف المتحولين وغير المتحولين والسياسات يا شي شي رائع رائع فتجلب لي اياه مسلسلات لا لا ابدا هنا طب نرجع لسبايدر مات تتوقع هتروح العقدة حاجة التيرولوجي ولا لا هتكمل لانه هادي هاد التيرولوجي برد هي تيرولوجي بس انا شايف انها تيرولوجي مترنحة اساسا بدأت بشكل رائع وترنحت في جزء التاني احنا الوقت يوم نتكلمش على استكمال التيرولوجي بشكل جيد احنا بنتكلم على اعادة المستوى للمستوى بتعجوز الاول ومش حاسس ان هو صعب حاسس انك خدت وقتك حاسس انك بنيت كويس حاسس انك عندك التاريخ عندك الارث عندك المقاومات التجارية عندك المقاومات الفنية يا عم الناس كلها عملت الكلام على ثلاثة سبايدرز ونسي ان الفيلم فيه دوكتور سترينج بالزابط وهذا شيء ثاني انت مسنود بمارفل انت منت سبايدر مان لحالك انت منت ثلاثية سامريمي ابدا منت ثلاثية توبي مكواير انت منت لحالك انت مسنود بسلسلة الأبينجرز بالكامل وما وصل الى هنا وبفنوم اذا ظهر ولا ما ظهر معنا بناء فينوم 2 كمان وبالهايبر اللي ساير دا كله وبشخصية دوكتور سترينج اللي حيؤدي الى انه يسد الفراغ اللي سابه ايرون مان وشخصية توني ستورك وروبتو اداوني جونيورز حيجينا بدأ بيتر هنا معنا في الفيلم دا وش اللي حيستير فيه فانت مسنود بكل زاهية فلو ما قفلت يا باشا خلاص انسى ان شاء الله خير ان شاء الله خير عندنا عندنا فرح لتس كولت عندنا مناسبة حلوة الاسبوع دواتنا بتكررش كتير انويرجانا انجويت طب ليش ليش ما انت بتحمس لماتريكس اتكلمنا في دا اول علشان انا محبتش جزء التاني ولا التالت انا مش مرتبط بالسلسلة انا بالنسبة لي متريكس فيلم واحد انا الرجاء شفتهم التلاتة ورا بعض ورا بعض نفس اللدعة اللي جات اول وكيف الاول يعتبر في مستوى ثاني غير التاني والتالت بس عندي فضول لانه لانه التالت ما كان نهاية التالت كان اي كلام زي ما قلتلك ديكستر شوف ديكستر ايش قلتلك انك ممكن ترجع تترجع في اي وقت هذا احساس الان مع الرابع النهاية حقت التالت تخلي باب رجوع تخلي باب ارجع منه واتكلم نتفائل بامارت الواتشاوسكيس نفسهم من بعد الاول ما عملوش في المعيد وانا مرة ثانية ارجع و اقول لك الانتلكشوال بروبرتي والآي بي والبراند هو الطريق اللي حينكملين فيه فابغى اتفائل انه ياخدوا براند ويكملوا حلب فيه ويكون بشكل طيب ولا انهم يعدموه واليوم انا بكل امانة المشاهد لما شفت التريلر اخي انا كنت بعيد عنه شفت التريلر انا شفت التريلر في السينما اصبع عني فشفت كده حاجات اللي اللي رجعت حنين شوية كده لبعض الامور واتمنى انه ما تكون ضربة موجئة انا هحاول اعمل التجربة بتاعتك دي ارجع اخبط الثلاث اجزاء يمكن اعرف ابني حاجة عندي تخليني عاوز اشوف الرابع اعرف بناسك ايوة ترى بيدوي ترى بيدوي انا اكتشفت انا على الشخص بسبب بسبب الفشل في التوقعات اه صاري عندي نظرة مختلفة ما اقول لك انهم هم جيدين لا بس يمكن مبدأت السوء ما اعرف ما ادري بس برضو الاول في مستوى اسطورة مقابل افلام ميديوكر يس ما زال مستمر عندي ده التفكير بس لما خبطت ثلاثة وربعة صاري عندي ابغى اشوف الرابع طب اخر حاجة خالص بقى شفت الجديد في الكاستة طب اوبنهايمر لا فلورنس بيو رامي مالك اوكي فلورنس بيو اوكي اخيرا اخيرا عنصر نسائي غير غير اميلي بلانت اش اسمها دي اميلي بلانت بس رامي مالك يعني حيعمل اي انا خايف على الولد الدور بتاعه سينتست دور انا ايدنتفاير يعني مش شخصات اريخية هو يقولك دور سينتست مين السينتست دوت مش باين فحرامي عيني ما زال بيصير سبورتيج يعني ما لي الاسكار ده لعنة عليه انا بغاية ااخد دور انا بغاية ااخد دور ويكون دور حلو كفاية ويخرجوا برا البروفايل شوية بقى اخرج برا البروفايل الغريب اللي مبرق ده يا جدع اقف العينك شوية واستهدى بالله تحت اييد كريستوفر دولن نفس الوقت ايوه يعرف يزبط مجموعة يعرف يحط مجموعة ويوظفها بالطريقة السليمة يعني شوفناك دارك نايت عمل كده دون كيرك لحد ما على الرغم ان انا من المنتقدين كنت للمستوى الدرامي حق دون كيرك بس بس لا يعرف يوظف الناس يعرف يوظف الناس بس كده كانت اجندة حلوة والله يعني انا ما حستش ان الشهر ده فيه الحاجات دي كلها بس لقينا نفسنا انا بينك اللي بيحسسنا يمكن ممكن بيحسس الشباب اللي بيتابعونا كمان والبنات اللي بيتابعونا انه انه احنا ما عملنا انا شخصية ما عمل فيديوهات كتير فيمكن ما في اشياء كتير لا مو شرطة الفيديوهات غير مقياس انا بأظن وهذا اللعيب الوحيد في لقاءنا لزلت عول عليه كثير انه هتكلم مع مهدي والله انا شايف انا باقيت بعمل كده يعني انا تحمست ان انا شوف وانا ما عنديش اي نية ان انا عمل له حلقة بس عشان اتكلم معك فيه اتحمست ان انا اتفرج لأترو ستوري وانا ما عنديش اي نية ان انا عمل له حلقة عشان اتكلم معك فيه فربنا ما ايطعلنا عادة يا ريس ان شاء الله والحلقة الجية هيكون عندنا مواضيع بيف نتكلم عليه احنا ممكن نعمل حلقة استثنائية لسبايدر مان نعمل سبيشال ايديشن تعالى نفكر في الحوار ده اكيد ايش طي دوت خلاص اوكي حبيبي عيس باي باي شوفك على خير مع السلامة